بعد ما نزلت المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية من سلسلة الفصل الأول بخمس محاضرات من أحياء السادس العلمي حضايب قلب اليوم المحاضرة الثالثة أريد همتكم ونشاطكم أول بأول وياي رح نتناول بهاي المحاضرة أول موضوع لي هو هيكل الخليل وبعثي ندخل عدي بالنواة وكل تفاصيل النواة وبعثي رح ندخل بالفجوات اللي أريد من يومكم همتكم وأول بأول وياي وتابعونا أول بأول وتروح تشترك بقناة تليجرام وتدخل بالقروب الخاص الهاي الدورة المكثفة الهاي الدورة المجانية الهاي الدورة القوية اللي رح تكون بعد كل محاضرة أكو امتحان وأسئلة تنزل لك شم تاني روح اشترك بالقناة ويا مرحبا بيك قبل لا نبلش بالمحاضرة حبيب قلبي أحب أقول لك أنه أنا فخور بيك وفخور بمستواك ورغم أنه أنت متأخر رغم أنه أنت مبادي أو رغم أنت جاي تراجع أنا فخور بيك طلاب الخارجي الأبطال اللي جاي تابعوني طلاب الدور الثالث طلاب 2025 كلكم فخور بيكم وفرحان بمستوياتكم فرحان بالتزامكم وياي بالمحاضرات ومتابعتكم للامتحانات حبيب قلبي ما تدرون إجل قلت فرحان بالشيء اللي دا أقدمه لكم اللي أريد من يومكم أمانة الله عليكم التابعون أول بأول واشتدون حيلكم بالامتحانات والكل يدخل بقروب الخاصة لامتحانات لأنه بعد كل محاضرة جاي تنزل لك امتحانات حتى تختبر نفسك به وبعد ما تختبر نفسك راح تنزل لك الأجوب النموذجية شمينتظر؟ لازم تدخل بقروب حوائل قلبي واذكر أن الله سبحانه وتعالى وياك دائما وأبدا خلي ثقتك بنفسك عالية وثقتك بالله عالية وخلي ثقتك بينه هماتين عالية ما راح أقصر والأحياء وياي شرط المين وإن شاء الله راح أكمل لك الفصل الأول والفصل الثالث وكل الأفصل إن شاء الله وإن شاء الله راح أكمل لك الفصل الأول والفصل الثاني وكل الأفصل راح تنزل لك بعض الطلاب جاي تسأل ساد شون بخمس محاضرات جاي يكلي بكل المادة يقدر غير الهكر هنا أنا وانت الهياء وداعتك أنت إلا خليك تضبط المادة وشرط بالتفصيل الممل وشوفوا بعينكم قارن وياي الكتاب قارن وياي الملزمة شرط إلا الدرجة الكاملة وإلا التفصيل الممل فهنسه خلونا شنو نبلش بالمحاضرة يلا تعالي حبا يبقى الراح نبدي هسا بالبارت الأول اللي هو عنوان هيكل الخلية ودائما من أقول هيكل الخلية ربطها بالهيكل مالتنا بالجهاز الهيكلي بالإنسان ليش استاذي أنه راح نشابه هواي ويا أولهم أنا عندي هناك الجهاز الهيكلي متركب جنا بالثلاث متواصل من درس جهاز الهيكلي عبارة عن عضلات وعظام هنا عبارة عن خيوط دقيقة ونبيبات دقيقة زين الوظائف مات من أجل أنا أقول يا با شنو وظائف هيكل الخلية هيكل الخلية الوظائف مات تكل آتي أولا عندي يشكل دعامة للخلية أنا الجهاز الهيكلي ماتي يشكل دعامة للجسم ضع نفس الربط زين النقطة الثانية يحافظ على شكلها أنا هماتي أنعدي العضام ماتي والعضلات تحافظ على شكل ماتي ضطيني شكل ماتي هماتي رح يحافظ على شكل الخلية زين النقطة الثالثة والمهمة يستخدم هذا هيكل الخلية كوسائل حركة وانتقال للعضيات داخل الخلية أو داخل الخلية بسرعة يجيك سؤال يقول لك من المسؤول عن حركة العضيات داخل الخلية وداخل حسن يربالك راح تقول لي يا با من وعندي هيكل الخلية انتبه وياي ركز وياي بوي أستاذ من هي هذه العضيات اللي تتحرك بالخلية أبسطهم واللي لازم أصلا تتحرك اللي هي الكروموسومات إن شاء الله هماتي راح نشرحها اليوم راح نعرف شون هي الكروموسومات فخليها برأسك عدي الكروموسومات هي اللي راح تتحرك ولازم تتحرك حتى تصبح عند عمية الانقسام والطلب اللي دارسه هذا الموضوع تعرفها نشحكي وإن شاء الله راح نحكي واذكركم بي فإذا عدي الوظائف يلا بصورة عامة الوظائف موت هيكل الخلية الانطيني دعامل الخلية يحافظ على شكلها وعنده يستخدم كوسائل حركة وانتقال العضيات يلا بابا ردت وياي أولا يشكل دعامل الخلية ردت وياي يشكل شنوه دعامل الخلية وبعد يحافظ على شكلها والنقطة الثالثة يستخدم كوسائل حركة وانتقال المن عند العضيات داخل الخلية وإن شاء الله راح أوضح لك هاي النقطة الأبسط الصورة زي نرجع عند الخيوط الدقيقة الخيوط خليها براسك أي خيط أي خيط موجود عندك ربطة يشخلي براسك قل يابا تشبه الخيوط ها إذا انت باوع لي تراكيب رقيقة ومستقيمة أي خيط هسا من الجهنان لدى شخبط أساوي لخيط هذا الخيط يكون عندي رقيق أي خيط هسا ما الملابس ما الوجه ما الوجناس ما العفاف المهم مش راح يكون عندي خيط هسا من الجره هسا رقيق وبسرعة ينقطع صح صح وما من الجره هسا uma şu راح يكون عندي مستقيم اذا تراكيب رقيقة ومستقيمة زل النبيبات شكه نبيبات وين ما تسمع كلمة نبيبات يعني بواري يعني أنابيب وين ما تسمع نبيبات معناته شنوoh عندي بواري يعني أنابيب باللغة الإنجليزية يسمونها تيوب ساجدار بالنجليزية عنده به رابط النبيبات باوع لي معناته بواري معناته أنابيب إذن هنا تراكيب أنبوبية الشكل هنا تراكيب رقيقة ومستقيبة هابوي تراكيب خيطية رقيقة ومستقيبة هنا تراكيب أنبوبية الشكل النقطة الثانية أكيد البوري أكبر من الخياط إذن هي أكبر من الخيوط الدقيقة هنا أنا شرح تكون أصغر من النبيبات الدقيقة هذه النقطة الثانية نقطة الثالث خصوصا من ترحون للحلاق من ترحين للصالون على طار إنه الحفافة ما لوجهها طبعا اللغة كل ليزار وهي سوالف عليها تحال حتى نربطها إنه واحد الوجه ماتة صار زمكرة يرادها زمكرة ويرادها تناخش يجي الحلاق يأخذ الوجهات ماتة قبل الخياط ينقضع فشي سوي له يخلي له خياطين بالضبط أنا هماتين الخيوط الدقيقة متركبه عندي من خياطين واحد من الخيوط يدعى بالأكتين والثاني المايوسين وتم أخذيها بالخامس ومأخذيها بالرابع فأنا لدي الخيوط الدقيقة عندي خياطين أوكي من اسمها خيوط دقيقة يعني شنوها يجمع يعني خياطين باوعي عندي أكتين وعندي مايوسين زين المشكلة موين؟ المشكلة أنا بالأكتين الميشأ مالته باوعي لميشأ هذا الأكتين خياط الأكتين وخياط المايوسين جايين من بروتين على اسمهم يعني باوعي هذا يتكون من بروتين الأكتين وهذا يتركب هماتين أو يتكون عندي من؟ بروتين المايوسين حلو إذن أستاذ الخيوط الدقيقة نتذكر أنه أنا خياطين لازم أربطني شوة إذن عبارة عن خيوط الأكتين وخيوط المايوسين وكل واحد متركب أو متكون أو منشأ يعني الميشأ ماته من أقول لك ما منشأ خياط الأكتين ركز وياك من أقول لك ما منشأ خياط الأكتين راح تقول يا با الميشأ ماته من بروتين الأكتين أوكي زين وقل لك يا با ما منشأ خياط المايوسين راح تقول يتكون عندي من بروتين شنو عندي المايوسين حلو حلو زين هذا النبيبات باوعي تتركب أو تتكون منيا من بروتين هذا البروتين يدعى بالتيوب شوف 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 بالانجليزية شو تسمعه تيوب يولين أو تيوب يول شو أنسميه سميه بس حفظيها فإذا نباوع لنبيبات كلمة نبيبات معناته أنبوب والأنبوب باللغة الانجليزية تدعى بالتيوب فأنا أقول يا بالتركيب مانته عندي شنوة تركيب عدي من بروتين يدعى التيوب يولين هس أنا حد هنا حشيت مادة والله ما حشيت مادة ليه ما كنت من الاسم؟ خيوط يعني تركيب رقيقة ومستقيمة خيوط ستكون عندها صغرة من البواري يعني صغرة من نبيبات دقيقة بعد خيوط يعني خيطين خيط واحد يسمونها الأكتين والثاني المايوسين والأكتين متركب عدي أوين ما يشاء مال تمنيا عدي من البروتين يدعى بالأكتين وعند المايوسين متكون هماتين مبروتين عدي شنو يدعى بالمايوسين أما هنا قلنا نبيبات معناته أنبوب هدن تركيب أمبوبية الشكل أكيد أكبر النقطة الثالثة تتركب وتتكون عن دمنيا من اسمه التيوب معناها التيوب يقولين هابوي الحدي هنا تمام تمام بقى الآن عندي نقاط معينة اللي هي بقى تعد الموقع وعندي شنوه الوظيفة لازم تركز بيها شوف ضروري تركز وياي لأنه الموضوع صراحة رح يبدأ الموضوع كل شي يكون عنده مهم بهذه وصلنا للنقطة الرابعة والنقطة المهمة اللي هي لازم أنه تتركز بيها ليش لأنه دائما ترى تجيك بالوزارة تجيك مع موقع ووظيفة مثلا الخيوط الدقيقة فهنا أنا قل لي باوعلي أنه الوظيفة الأساسية العلماء قالوا شافوها لأول مرة وين ذكر لهذه الحركة يعني بالخلايا العضلية ها ذكر لهذه الحركة شوف أستاذ جهت فيك عنها بعضلاتك لا منظلة العضلات هي من نور التصوير باوعلي فخليها برأسك أنه لوحظت لأول مرة وين في الخلايا العضلية ها شي سوى بالخلايا العضلية هذا عندي هنا خيوط الأكتين هاي هنا عندي الأكتين ونتبه في دول لأنه باتش العقبة والفاصل الثاني رح أذكر هذا الموضوع وعيدة من جديد شوف هذا عندي الأكتين وعدي هنا هناك خيوط تدعى بما نقلنا المايوسين هاي خيوط الأكتين والمايوسين هاي سبب تعداد بها حالة في حالة انبساط العضلة ها لأن العضلة مؤلفة من عدة ألياف وهي الألياف مؤلفة من هاي الخيوط خيوط الأكتين والمايوسين ففي حالة الانبساط تكون عند العضلة بهاي الطبيعة وبهاي النوبة وبهذا الشكل زي في حالة التقلص باو حسن عنده هناك انبساط هسه بالتقلص شو اللي راح يصير راح يجي أنا عنده هناك الأكتين شوف هاي كلها خيوط الأكتين تداخل ويا من تداخل ويا المايوسين زينا أستاذ وبعدي من الداخلة باو حسن عدي تقلصت العضلة تقلصت إذن خيوط الأكتين والمايوسين عنده ابتعادهم يصير عندي ببساط وعنده اقترابهم وش راح يصير عندي راح يصير عندي بيها تقلص زينا أستاذ بس أوكي هذا اجدخل بالخلايا شوف حبيبي بالفصل الثاني إن شاء الله راح أقول لك مقترح أو أقول لك فتشغلة أنه بالفصل الثاني بالنسيج العضلي ما أقدر أقول لك يا بخلية عضلية لأستاذ ش تقول أقول لك أنه ليف عضلي ليه ش ليف العضلي لأنه الخلايا مدموجة أندي ماتش كامل مع الخيوط هاي الخيوط الدقيقة أو مع الألياف خلدا نقول بين قوسين فأني هناك أقول عندي كلمة الليف العضلي هي نفسها باوع لهنا بالفصل الأول اللي هي الخلية العضلية زينا أنا هذا جاي يسوي لباوع للتداخل جاي يصير عندي تقلص وعند الامتعاج جاي يسوي شنو عدي انبساط باوع فهنا أنا من جاي يسبب لي اللي في العضلة عندي انبساط وتقلص وترى نفسها رح يسوي لياه عندي الخلية العضلية همتين تقلص وانبساط إذن باوع للوظيفة اللي أريد وصلك ياه الوظيفة النقطة الخامسة عندي يساعد الخلية على التقلص والانبساط أوكي حباق قال وبصورة عامة التقلص والانبساط يا حباق قال ويه فقط ترى بالخلائي العضلية وإن شاء الله رح نعش بها الفصل الثاني يعني كل الخلايا ما تقدر أنه يسوي تقلص والانبساط ليش أنه ما بيها عندي شنو خيوط دقيقة بس الخيوط الدقيقة إذا وجدت بنوع ثاني من الخلايا فراح تنطئ أهمية لهذه الخلايا أنه عاد تسوي لها تقلص والانبساط فالذكر قول يا بي عندي خيطين إذا يداخلون عندي صار عندي تقلص وإذا يبتعدون صار عندي انبساط فأنا من هس أقول لك ياها أنا هناك بالفصل الثاني ما راح أسميها خلية عضلية راح أسميها ألياف عضلية فأنا جاي يقول يا بي سر عندي تقلص والانبساط للألياف العضلية معها تتقلص والانبساط المل الخلية عندي شنو عندي العضلية زين من نجي آن هنا للنقطة الرابعة الموقع مالتها شوف من أروح آن للرسم مالتي مالت الخلية هاي الخلية الحيوانية أجي عدي هنا النوات موجود هنا مركزي وأكو عدي هنا هاي شسارات مثل العوادين بشمرة هاي مكتوب عليها النبيبات دقيقة باوع الجسيم المركزي وطيك يا ملاحظة أو قاعدة خلي وإنك تبه سويني هنا فتقاعدة أنا أكو الجسيم المركزي باوع لذن الملاحظات الساعدية أنا صحيح لهم باوع لا تصفل ملاحظات الساعدية فليش لك الماد الجسيم المركزي يساوي والجسيم الحركي هماتين يساوي أستاذ شنو اللي يساوي يساوي لنبيبات دقيقة أو الجسيم الحركي يساوي لنبيبات دقيقة أستاذ شنون أوفك شنون بعدها الملك يأتي لك الصافي بس هسا تركزلي الجسيم المركزي هو نبيبات دقيقة فأنا من أقول لك يا با هاي الخلية وهاي النوات وبصفة أنا عدي هنا جهاز مكتوب عليه الجسيم المركزي فالموقع ما تقرب منه قرب النوات زي ساف أنجحش على الجسيم المركزي إيه بس أنا جدا أقول لك هالقاعدة ما تشنوه الجسيم المركز شي ساوي يساوي لنبيبات الدقيقة والقرآن هاي الملاحظتين راح تحل الموضوع بكام لو ظل أنت لا سجن هنا وياي شوف من أرجع هنا راح أقول الموقع ما تنتقع بالقرب من النوات بس تعال شوف الكتاب وإنبيبات الدقيقة توجد في سايتو بلازم الخلال الحيوانية عادة انتبه وياي فدوة أروح لك باع بس القلم ما تكو أشهر على مجزم تعال ما لازم غيره على الكتاب بلس المهم أشهر فدوة والله كهواي سوال جاي يتغلط كم يعني في غناء على شوف وإنبيبات الدقيقة توجد في سايتو بلازم يا خلايا باوع الخلايا الحيوانية انتبه وياي فدوة أروح لك وبعض الأحياء الواطئة مثل من عندي طحالب وبعد بطريات بس فدوة أريدك تركز فدوة أريدك تركز ويجي تعزل للواحد أنك تركز توجد في والله لي غاية بس اصبر لي شوية شوية رح أوصك للمادة الفهمية بالأحياء ما أري الدار كافي الله يخليكم لحدي دارك باوع بالذن اللي موجودات بالخلايا الحيوانية بالطحال بالفطريات تقع عندي هنا بالقرب مني عندي بالقرب من النوات بالقرب من النوات الله عليك جاب طار الخلايا النباتية لا فسجل ها يمك النبيبات الدقيقة لا توجد بالخلايا النباتية أستاذ نهائيا لا ليش أستاذ طولت باللا عند بها غاية والغاية كالآتي أنا قلت لك أكو قاعدة قلت لك الجسيم المركزي يساوي للنبيبات الدقيقة مو احتباطا بعدها رهنات شيئا بس هسا ركز موجود بالخلايا النباتية لا بصورة نهائية اعذر نبات جاوبك انتظر المحاضرة باول فإذا عند توجد في الخلايا الحيوانية بالطحال بالفطريات بالقرب عن دمين حد بالقرب من النوات زين خلي نشوف الوظائف مات النبيبات الدقيقة حتى تنقل أنت عندك حركة منه الكروموسومات اثناء انقسام الخلية آها هذا اول دور اول دور احنا مو قلنا يلعب جهاز او هيكل الخلية يستخدم يلعب دورا او يعني يستخدم كوسائل حركة وانتقال للعضيات داخل الخلايا خلص اول وحدة استخدمته مني الكروموسومات العباس عليك مو حجيته 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 سيد الساد شنون أنا طالب كل شي مبادئ بالمادة شون جيته تحرك الكروموسومات بول بكل بساطة انه أنا عندي هنا خلايا وعندي الكروموسومات بهذا الشكل X بX رح يجين هناك مركب او في التركيب يدعى بالجسيم المركزي هذا الجسيم المركزي رح ينط خيوط وهنا رح ينط خيوط وبالتالي رح يسحب الكروموسومات هنا وهذا عند رح يسحب الكروموسومات هنا ببساطة وإن شاء الله يسعبنا شعر الكروموسومات جسيم المركزي رح تتوضح بالكامل إذن أول شغلة عندي تلعب دورا حيويا في حركة الكروموسومات اثنان قسام الخلايا اللي هي بين قوسين والله العظيم هاي الوظيفة المتجسيم المركزي اللي رح ناقضها بعد شهر مزيد بعد عند تعد مهمة بالنسبة للهيكل الخلوي ما يهمني والتنظيم وانتقال المواد عوفك من كل شي امسع الشخابية ضد الدنيا كلها تعال ركز ويا أهم وظيفة النقطة خامسة ما أعلم في دواء أروح لك ركز 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 ويا النقطة الخامسة نحن عوفك من تلعب دورا بالكائنات كلية تمالك وسائل حركة وانتقال بس أريدك تركزني هنا شوف هنا أحقلي هاي النقطة الخامسة كالوظائف الوظائف الواحدهم بوع النقطة أي بوع تنظيم وانتقال المواد هابوي تنظيم وانتقال المواد فدواء أروح لك بس بوع ليا كلمة تنظيم عوفك من انتقال المواد انتقال المواد خذناها سابقا الشبكة الابلازمية الداخلية بنوعينها كانت عدي خشنة تنقل الجهاز كولجي ومجساء بصورة عامة بس بوع بابا بابا عقبة من يقول لك شوف سؤال من المسؤول عن انتقال المواد وعند تنظيم وانتقال المواد عبركم الجوابين نفس الشي والله العظيم غلط انتبهوا اياي انتبهوا اياي بابا الدورة المكثفة ركزوا اياي حبيبي بنا تعال اجيب لك ياها انتقال المواد راح اقول الشبكة بنوعيها بالاضافة الى النبيبات الدقيقة ثانية اللعبة انا قلت لك قلت لك شكو نبيبات معناته وظيفته شنوه نقل قلت لك نومة قلت لك قلت لك انا اتذكر بالشبكة اللي بلازمية بياها نبيبات بواري تتذكر الرأس امانتنا وانا شاي اوكي ما دام بها بواري اذن بها نقل تنقل بصورة عامة بس من يجينا عنده هنا التنظيم انا اقول الطلاب اقولهم النبيبات الدقيقة شركة ما التوصيل تنظم الطلبات وتنقله ذكر يا شركة ما التوصيل تنظم الطلبات وتنقله فتنظيم وانتقال المواد حصرا راح اقول النبيبات الدقيقة استاذ واذا كدبت شوكة بلازمية صفر زي بعدها انا اش عدي بالوظائف عدي بالوظائف النقطة بي قلنا ما الحركة الكروموسوات حتشيناها شغلة اهم اخلي خليها بي و سي والله العظيم يفيد اني السي يلك تشكل الجسيمات المركزية راح ناخذها انه هي المسؤولة عن تكوين الجسيمات المركزية يعني باتش العقبة يجيني سؤال من المسؤول او ما منشئ الجسيم المركزي من اين جانا هذا الجسيم المركزي راح اقول لانه بيبات دقيقة خلاصنا من السؤال زين دالي هنا تعد مهم بالنسبة تعد مهمة بالنسبة لهيكل الخائية واش قال وراها او عفق منها ايما لهيكل الخائية عفق حتشينها اكو نقطة اهم فانا غير لك اللون لانه صدق كلش مهمة قال تعد اساسية في تشكيل الاهداب والاسوات هاي النقطتين موجودات تشكيل الاهداب والاسوات وبعد تشكيل الجسيمات المركزية العباس عليك هلن نخليهن بمربع وبعدين رح نرجع سواء وياك فعندي باوع تذكر للوظائف كالآتي تعد مهمة للشكل تنظيم وانتقال المواد زين عندي تسام بحركة الكروموس وعن قسام الخلايا بعد تشكيل الجسيمات المركزية وعندي تعد اساسية بالنسبة عندي علم تركيب الأعداب والأصوات وحده وحده اروح الين وحده وحده ذن النقطة بي و س خلني بدد احساسية جسيمات مركزية قال عبارة عن تركيب متكونة من زوج من المريكزات هذا الجسيم المركزي بيزوج من المريكزات يعني هذا مريكز وهذا عندي مريكز ها مريكز اين ومريكز بي قال الجسيم المركزي عبارة عن زوج من المريكزات قلت له وانا شفتين بالمريكزات قال عمد الطينة قال من اسمها مريكزات يعني صايرات عدي بالمركز يعني شنو جسيم مركزي قال متخذت الموقع مات بالقرب من قرب النواد قال فهذا مراكز وهذا مراكز يعني زوج من المراكزات قال انت مكتبت قاعدة قال القاعدة كتبت انه جسيم المركزي يساوي لي نميبات دقيقة قال هيا سرحة قال في كل مراكز عبارة عن استوانته المراكز سيكون هنا اصطوانة الشكل تركيب اصطوان الشكل مؤلف من 9 مجامع هاي مجموعة وحدة 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 مجامع هذا هماتي كذلك مؤلف من 9 مجامع نرجع الجسيم المركزي شوف الجسيم المركزي عبارة عن شنوه زوج من المريكزات زين المريكزات انه شنوه عبارة عن تراكيب استوانية زين في كل مراكز 9 مجامع ها 9 مجامع في كل مراكز زين وبعدي شنو هالمجامع ما شنوه باوه قال المجامع بهكالاتي بكل مجموعة 3 نبيبات بكل مجموعة 3 يعني هنا 3 3 3 3 3 3 3 زين فإذا 3 فيه 7 3 وفيه 9 يساوي 27 27 نبيب دقيق في كل مراكز زين أنا عدي زوج من المراكزات أنا 27 يساوي 544 نبيب دقيق في الجسيم المركزي نج exploit موضوع مهم الجسيم المركزي قلت له ماذا هو الجسيم المركزي؟ قال يا عبارة عن زوج من المراكزات زين هذا زوج من المراكزات زين قلت له ماذا هو تراكيب استوانية الشكل اوكي زين اوكي ذاني تراكيب استوانية الشكل قال كل استوانة كل واحد بيهم مؤلف من تسع مجاميع في كل مجموعة 3 نبيبات يعني بين قوسيا بكل واحد 27 نبيب 27 نبيب يعني المجموعة قد عندي 54 نبيب دقيقة لذلك الملاحظة قلت لك عليها معظو علي أجل سيم المركزي هو عبارة عن نبيبات دقيقة قلت لك راح نرجع علشلون أجل سيم المركزي عبارة عن نبيبات دقيقة إنه أنا لمية النبيبات الدقيقة كليتهم 27 النبيب جمعتهم سوى خليت بكل ثلاثة بمجموعة وكي صارنا عند تسع مجامع فإذا يلا ركز وياي حبيبي ركز ويا همتك وياي الجسيم المركزي راح أقول يابا جسيم المركزي يتركب عندي من زوج من المركزات والمركزات تراكيب أسطوانية الشكل مؤلفة من تسع مجامع وفي كل مجموعة جيد ثلاثة نبيبات يلا عينيش كم مجموعة عندي تسعة بكل واحد تسعة باوعني زوج من المركزات نجعل المركز الأول بيش كم مجموعة تسعة مجامع بكل مجموعة جيد ثلاثة نبيبات انتهينا انتهينا زي هاي أول نقطة لذلك أنه هنا بالوظائف نقطة سيقة تشكل الجسيمات المركزية أنا أقدر أجيب لكي أقول لك اثبت أن النبيبات الدقيقة تشكل الجسيم المركزي اثبت لي يا شنون راح أقول لي وياك ستاد تدلل أقول لك يابا أنه الجسيم المركزي عبارة عن زوجي من المراكزات وكل مراكز مؤلف عن دمنيا عندي خليها برا لك من تسع مجامع وكل مجموعة عندي مؤلفة من ثلاث نبيبات خلاصنا خلاصنا هاي ثبتناها بقش قال عندي تعد أساسية لتشكيل الأداب والأصوات جاين عليها إن شاء الله تعال ويا رؤوا على المجموعة قال الجسيم المركزي يحتوي على الجسيم المركزي على الزوج من المراكزات عادة وعند كل منهما يمثل عندي سطوانة مكونة من تسع مجامع وتحتوي المجموعة الواحدة على ثلاثة نبيبات دقيقة هذا بالنسبة للتركيب ماتة باتش العقوبة يقول لك شنو ما التركيب للجسيمات المركزية أو مما يتركب الجسيمات المركزية تشرح لهذا الشرح كامل زين أنه تقول لي يا بزاج مراكزات وكل مراكز تسعة وأعد التسعة بين جيال بين ثلاث نبيبات زين الوظيفة تكتب لهنا للوظيفة ماتة الوظيفة الوظيفة بين قوسي الحبايب قلبي اللي هي حركة الكروموسومات من الأخير بس هنا للأسف مما الضحة اعتماد لأنه وضحها بشكل رئيسي قال بالنبيبات الدقيقة أن النبيبات الدقيقة عنده تساهم بحركة الكروموسومات هسه نفس هاي النقطة رح تنعادي هنا شنو؟ باب قال أنا عنده هنا أول نقطة يتضاعف الجسيم المركزي عند انقسام الخلية وأتمنى من يمك أنه تحفظ هاي النقطة لأنه رح نرجع لها بالانقسام قال يتضاعف الجسيم المركزي عند انقسام الخلية ليش يضاعف؟ أنا أقول لك ليش يضاعف؟ أنا اليوم عندي هنا باوع عندي هنا خلية عندي بيها هنا كروموسوم أريد أقسم الخلية بالنص فلازم أنا شنو؟ أجي أقسم بالعدل وبالتالي شون أقسم بالعدل؟ أخلي نص كروموسوم نص كروموسوم؟ لا ما يصير أول شغلة بالانقسام رح نأخذه رح يضاعف هذا الكروموسوم زين أنا عندي هنا جسيم مركزي إيش به هذا الجسيم المركزي هماتيا رح يضاعف؟ زين يا شاستاذ؟ لأنه هذا الجسيم المركزي رح يروح بهاي المنطقة عند بالأطراف شوف يتضاعف الجسيم المركزي عند انقسام الخلية ويبتعدان الجسيمان المركزيان إلى القطبين المتقابلين للخلية زين خلنا أوضح لك إيها أنا ما أحب أشرح على المنزمة تعال عندي آني عندي هنا هاي خلية هذا عندي كروموسوم خلي ببالك أنا أسمي الجسيم المركزي برجل العنكبوت رجل العنكبوت مني يسوي تشي يطلع مني ما يطلع مني ما يطلع مني ما خيوط وبالتالي يسحب الأشياء صح صح زين أنا عندي كروموسوم واحد أريد أقسم بالعدل أول شغلة الصير عندي بالانقسام باوع لي أول شغلة بالانقسام يتضاعف الكروموسوم تقريبا قبلها راح يتضاعف عنده دياناي ثم يتضاعف الكروموسوم أنت أسموه شغلتك الضاعف عند الكروموسوم زين قبلها كان أنا عندي جسيم مركزي واحد هذا جسيم مركزي واحد زين هذا الجسيم المركزي إخوان شوف شغلتها شنو شغلت أنه يروح على الطرف وشي يسوي ينطي أكو خيوط مو قلنا رجل عن كبوت هاي خيوط تدعى بخيوط المغزل مغزلية الشكل مثل خيوط الغزل ما تلبدو هاي عندي باوعلي شا سوي لي هاي مستقبلين هاي الخيوط عندي راح تتقلص عندي وراح شا سوي يعني تسحب لي يا شون سحبت لي سحبت الكروموسوم وينصار الكروموسوم على الطرف هذا زين هذا مني سحبة أبوي سحبة لا هذا عندي جسيم مركزي قبل ما يسحب راح يبدأ هماتين يتضاعف هذا جسيم مركزي يتضاعف وهماتين وين راح يروح يروح عندي نحو الطرف يروح عندي نحو الطرف ومن يروح نحو الطرف باوعلي من يروح ايش ايه من يروح عن نحو الطرف هماتين راح يذبعد شنو خيوط رجل عن كبوت وبالتالي باوعلي وبالتالي شوف شبيه انسحبة الكروموسومات فهذا أنا أجي أقسم شنو أقسم بالعدل فرح تتكون عندي خلية بيهنان كروموسوم وعندي هنا خلية بيهنان كروموسوم زين السابعة ليش بعدتهم وحتى أقسم لأن الكروموسومات صراحة هيتشي يعني هنا بهاي الطريقة تتجمع تتجمع بشكل عمودي يعني سرسمت لك بشكل أفقة حتى تتوضح لكن بالحقيقة أنا هيتش فأنا ما يصر أجي أقسم فوقها لا لازم أسحب الكروموسوم هنا هذي كروموسوم هنا كروموسوم هنا وحتى شنو أجي أقسم بالعدل فأني وظيفة الجسيم المركزي أنه وظيفتها راح يضاعف بعد ما يضاعف يتجه نحو طرفي الخلية راح يضيني خيوط خيوط المغزل راح تسحب بعد الكروموسومات فبالكتاب للأسف يعني ما مضح بهذه الطريقة قال يضاعف الجسيم المركزي عند انقسام الخلية ويبتعدان الجسيمان المركزيين نحو القطوة المتقابلين ويرتبطان معا بالخيوط المغزلية اللي عن طريقها المفروض يجي يكمل مثل ما ذكرها بالنبيبات الدقيقة يقول ويساهم عندي في حركة الكروموسومات نحو قطوة الخلية لأنه النبيبات الدقيقة مو هي اللي تسحب بقصة الجسيم المركزي بعد ما تشكل بالكامل هو اللي راح يسعب للكروموسومات مو النبيبات فهنا لأكو خطأ صراحة من الكتاب المفروض يوضح زين احنا قلنا الجسيمات المركزية تساوي للنبيبات الدقيقة صح لو أن غلطة صحيح استر خليها براسك مادام قلت انه النبيبات تساوي للجسيم المركزي النبيبات زين الساد مو هي الخلايا النباتية هم يصر بها انقسام ايه يصر بها انقسام وبالتالي أنه أنا وقت الحاجة وقت الضرورة وقت الانقسام أخابرة راح أسوي أنه أجي أخلقه وأكونه فإذن لازم أكو عدي مركز تخليق إليه فأكو مركز تخليق إليه بوقت ان القسام راح يخلقه ويكونه يسحب الكروموسومات تاعة طرفين وقل معه سلامه ودع المناعب وبالرغم من عدم وجود جسيمات المركزية في الخلايا النباتية إلا أنه يوجد مركز لتخليق أو تكوين النبيبات الدقيقة كما توجد عندي شنو خيوط عندي دقيقة فعندي باوعلي فوقت ما تنقسم الخلايا النباتية هم تحتاج النوت بتعدل الكروموسومات يعني مثل ما وضحت لك أولي حوائب قلبي شوف لي اتذكر دائما الكروموسومات من تجي تترتب تترتب في هذا الشكل زينا أنا أقول لك يقسم لها بالعدل شون تقسمها بالعدل ما حصل عندي قسمها بالعدل ماشي فأنا شرح أسوي راح يجيني هنا لجسيم مركزي وهنا لجسيم مركزي راح يجرون كل واحد يجر لواحد وهذه الطريقة أوكي طبعا عندي هنا بحسب بعد عندي شكل من الكروموسومات عندي كروموسومات 46 وعندي 64 إلى آخره إن شاء الله بعدين راح نأخذ عندي موضوع الكروموسومات فهذا كل ما يخص زين بقد نقطة لا لازم نثبتها قلنا يا بتاعد النبيبات الدقيقة أساسية في تشكيل الأهداب شلون الأهداب باوع أكو جسيم يسمونه الجسيم باوع لي صحولة القاعدي ومراتي صحولة الجسيم الحركي شوف باوع الحبيب والله العظيم لا تحفظ وياي قبل بس على المحاضرة واطلع قبل لأنه كل شيء هربط لك يا هذا اسمه جسيم القاعدة أو جسيم الحركي باوع جاي يقول اسمه جسيم القاعدة أو اسمه جسيم الحركي يعني عنده اسمين ركزوا يعني اسألني قل لي ليش سموه إلى اسمين أقو غاية جسيم حركي لأنه يساهم بحركة الأهداب والأصوات حلو حركي يساهم في حركة هداب والأصوات والجسيم القاعدة سموه بالقاعدة لأنه يقع بالقرب من قاعدة كل هدب أو صوت بس انتبه مو بالخلايا البدائية الخلايا البدائية جماعة البكتيريا وهذول ربحهم عتم أصوات بس ذولي واحد تراكيبهم واحد استاذ معقول لا تكون خلايا حقيقية بها أهداب وأصوات أي عدنا الجماعة اليوغلينة وربحهم ذولي ترى بيهم بيهم أصوات زين زين فسموه بالجسيم القاعدة لأنه يقع بالقرب من قاعدة كله هدب أو صوت سموه بالحركة لأنه يساهم بحركة الأهداب والأصوات فمن يسألني ما موقع ووظيفة الجسيم الحركي بين قوسيان القاعدة من الاسم راح أقول الموقع ماته يقع عد بالقرب من قاعدة كله دب أو صوت وعد جسيم الحركي يساهم بحركة الأهداب والأصوات ومن اسمه جسيم من اسمه شنوه جسيم شلون استاذ اسمه جسيم يشبه جسيم المركز شلون استاذ يشبه ذاك ممؤلف من عد هنا ناسطوان تسميناها المريكزات صحيح استاذ والمريكزات مؤلفة من تسع مجاميع صحيح استاذ وبكل مجموعة ثلاثة قال عندي يشابه يشابه هذا جسيم الحركي أو القاعد يشابه المريكزات في تركيبها بالضبط نفس فزين أنا ذاقيت يشابه المريكزات يعني بداخل نبيبات دقيقة وبالتالي أنا أثبتت إلى أن النبيبات الدقيقة راح تكون تساهم بتشكيل الأهداب والأصوات ليش سنننسي الجسيم الحركي والجسيم الحركي هو عبارة عن هماتي عند زوج من المريكزات بس وين صارت هناك عندي الجسيم المركز يصير بالمركز يعني قريب عن النواة أما جسيم القاعدي راح يكون بقاعدة كله هدب أو صوت ها تبتناها إذن عندي الوضاع تمام نبيبات الدقيقة نرجع كمان نحن المواضيع كله بس نرجع نبيبات دقيقة تنظيم منتقال عندي المواد تسام حركة الكروموسومات عرف نشون عن طريق تشكيل الجسيمات المركزية وعرف راح حتى نفس التركيب ويتمثل بتركيب يتخذ موقعا عند قاعدة الهدب أو الصوت في الخلايا التي تتحوي أهدابا أو أصوات الخلايا الحقيقية دير بالفمو البدائية وللجسيم الحركة دور المهم في حركة الهداب والأصوات ويطلق عليها أيضا بجسيم القاعدة قلت لك ليش قاعدة لأنه يقع بالقرب من قاعدة كل هدب أو صوت زيب عرف الخيوط الدقيقة تعريف كامل أنطي إله تركيب رقيقة مستقيمة وموقع حتى وظيفتها عند من يوم يتركب بش كام خيط إلى آخر ما منقع أهمية الخيوط الدقيقة جاءتني في سنة من سنوات أقول للوحظة الأول مرة بالخلايا العضلية مسؤول عن قدرة الخلية في التقلص والانبساط أكو سؤال جبت الطلاب ماذا يحدث في الخلية إذا فقدت الخيوط الدقيقة تفقد قدرتها على التقلص والانبساط نبيبات الدقيقة عين وظيفة وهمية النبيبات الدقيقة رحث كل الوظائف تعمل على حركة كروموسومات تنظيم منتقال المواد تشكيل جسيمات مركزية تعود أساسية في تركيب الأهداف وعند الأصوات موقع بروتين لتيوب يولين جابوا بنواحد وعشين وما عرفوا تيوب يولين اذكر كلمة تيوب يعني النبيب إذن موجود بالنبيبات الدقيقة قارن بين الخيوط الدقيقة مثل ما وضحناها قررناها أنهوان الموقع وشين الوظيفة مالتها إلى آخر والشكل مالتها الخارج الجسيم المركزي جاني تعريف كل شيء أذكر بي أقول يا أبو من العضوات الحية ويحتوى على زوج من المركزات وكل منهما إلى آخره والوظيفة ماتين ضاعف ويبتعد نحو القطبين لأنه رجل عن كبوت ويرتبطون مع بعضهم بسطة شنو قيوط المغزل الجسيم الحركي تقريبا مهم ومرشح عال 2025 أنا مرشح للطلابي عال 2025 قلت لهم دير باركم علي أقول يا بي شاب المركزات في تركيب ويتمثل بتركيب يتخذ موقعا عند قاعدة الهدو والصوب قلنا يسام في حركة الهداب وعندي الأسواق ما منقع أهمية وظيفة الجسيم الحركي أو القاعدة قلنا يا بي من اسم قاعد يعني بالقاعدة وعندي الحركي يعني شنو يسام عندي به الحركي حبايب السنة المقارنة ها كلش مهم هماتين جاي بأسئلة الفصل وصراحة داما لننبه طلابي أسئلة الفصل نوعا ما تكون بها صعوبة وأيضا بها شوية لمسات بوعي شي يقول يقول قارن بين الجسيم المركزي والجسيم الحركي أول شي راح أقول يا بواني يوجد في ساعة تبلازم الخلايا الحيوانية بعد هنا يوجد عند قاعدة كل هدوب أوصال تقدر أن أتكمل تقول يا بي في ساعة تبلازم الخلايا الحيوانية والطحالب والفطريات وكذلك يوجد بالقرب من النواة أنا هنا صراحة أبوسك من رأسك إذا أتكمل تركيب المركزات له دور مهم في عمية انقسام الخلايا وعند تحريك الكروم وصومة الآخرة ناقام أقول له دورا مهم في حركة الأهداب والأصوات زين ما المسؤول عن حركة الأهداب والأصوات دير باك على هذا السؤال اللي هو الجسيم الحركي ركزوا إياي إن شاء الله هسا رح ندخل بعد بموضوع النواة زين زين حبايب قلبي كمّلنا البارت الأول من المحاضرة واليوم إن شاء الله لا حبايب قلبي حبايب قلبي كمّلت البارت الأول من المحاضرة هسا اللي أريد من يمك أضبط كل أمورك وتستعد لي للبارت الثاني والمهم جدا اللي هو النواة وبكل تفاصيله حبايب قلبي هس رح نبدأ بالبارت الثاني اللي هو موضوعي موضوع النواة وموضوع النواة صراحة كلش حلو وأنا إن شاء الله نسوي لك ياه يعني بشكل مقطط أضبط لك بي كل الوضعية ما لك شو نخلك يمي باوع أول ما نبدأ بموضوع النواة هسا نحن بنجي على هاي الخلية هاي الخلية أوكي هاي النواة مالاتي أوكي زين إش قال ياليابا يعد وجود النواة باوعلي يعد وجود النواة أساسي للحياة أساسي للحياة أساسي للحياة يالله همه يالله أبطال يالله شدي الهمة ماتك أدري المحاضرة ممكن طويلة بس ركز ويا ينتكد إن شاء الله وما بقى لك إلا القليل وتوصل للحلم كبعون الله باوعلي قال يعد وجودها أساسي للحياة ليش وجود النواة أساسي للحياة شو قال قال حيث أن شوف حيث أن بقاء الخلية شوف بقاء الخلية أنا من أقول أساسية للحياة يعني أساسية لحياة الكائن الحي بس هاي ملاحظة لدك تركز به زي قال حيث أن بقاء الخلية أوكي يعتمد أنا أريد الخلية تبقى شو نبقى خلية هايش باقي أو هايشة لازم محتمدة على شي ها محتمدة على المبادلات الأيضية التي تتم بين النواة والسايت升 بلازم يعني أكل مواة تخرج عندي من النواة وأكل مواة تجيين مني من السايت升 بلازم أخذوا أعطا يعني النواة تطر السايت升 بلازم وسايت升 ينتيها مواة وإن شاء الله بالأخص رح نعرفها خصوصا على موضوع الإنقسام موضوع الإنقسام إن شاء الله مرة راح ندخل به يقولك يتم تخليق كميات كبيرة من البروتين والأحماض الأمينية أو الأحماض النووي هاي منين تجيها منين تجيها أيضاً تجيها عند من السايتو لازم يا مثل ما تعرفون إنه السايتو لازم 80% موي و 15% من المياه بروتين و 5% أملاح سكرية إلى آخره فراح ينطيها وكذلك إنه هي يعني النوات هم ما تنتينطيه بعض المواد فتصبح عندي شنو عمليات مبادلة ماشي يا عبايب أسان ما لديه دخلكم كل التفاصيل ها فواعد نوبي يجي ويستشكل علينا أنا ما أريد أطالعك خارج المنهج أوكي صح أنا دارسها وأعرف شنو اللي يجي يصير بين النوات والسايتو بلازم وكل التفاصيل بالضبط بس أنا ما أريدك أنه هندخل بالهندسة الوراثية والتبادل المواد الآخرين إن شاء الله نعفه إلى مثل مواضع إن شاء الله الوراثة ممكن ناخذ بحوث بها أنا وياكم بس أسان أنا أريدك تعرف مبادلات أيضية يعني أكو موات تتبادل بيها بين النوات وعند السايتو بلازم ينطيها وهيضا هي شنو تنطي للسايتو بلازم حتى شنو حتى تصير عندي فالتوازن بالخلية حتى تصير عند مبادلات تتخلي الخلية قادرة على العيش زين هذا يؤدي لي إلى سؤال على ماذا أو علامة مو يسمونها يش باللغة العربية علامة مو علامة يعتمد علامة يعتمد وجود أو بقاء الخلية أنا الخلية هاي شون جاي تبقى على شنو باقي أقول لي هابه يعتمد على المبادلات الأيضية التي تتم بين النوات وعند شنو السايتو بلازم زين واحد يسأل قلت لستاذ أنه انت بقاء الخلية رح يعتمد على بقاء النوات وبالتالي إذا النوات باقي الخلية باقي وإذا الخلية باقي النسيج باقي وإذا النسيج باقي العضو باقي وإذا العضو باقي رح يكون الجهاز باقي وإذا الجهاز وكل نجزة باقي رح يكون عدي كان حي وطبيعي تمام زي استاذ في حال اختفت النوات او انضرت النوات او ماتت النوات اش راح يصير او انفقدت ها باو حلو خوش سؤال اذا هاي النوات انفقدت شن اللي راح يصير باو والخلية التي تفقد نواتها ش راح يصير عندي بيها تعيش فترة قصيرة باو تعيش فترة قصيرة ثم تتحلل ومن ثم شنوة تموت يعني من نجح نريد نكمل يقول لك ماذا يحدث للخلية اذا فقدت نواتها يجين واحد يقول استاذ محقول او خمس محاضرات انت تفصل كل المادة شوف شوف والله جاي يخليك حلق على ابو الحضور خمس محاضرات شده همتك بغيالة جواب زي باو على ماذا او ماذا يحدد في الخلية اذا فقدت نواتها ش راح يصير للخلية اذا فقدت نواتها خلينا نغير اللون شوي اكثر مدرس يغير اللون ما عارف ما عندي وين الانوان فقدت نواتها باو عجلنا باو عجلنا باو وحدة وحدة تعيش فترة قصيرة حلو عاشة فترة قصيرة وراء ش راح يصير عندي ثم تتحلل اوقف استاذ استاذ شنو يعني تتحلل يعني يصير بيها تحلل ذاتي استاذ شنو التحلل ذاتي نسيتم والله ذاتي نساها استخرب لك وشك يلا تعرف التحلل الذاتي وقف الفيديو وحشي ليه التحلل الذاتي قلنا عملية تحرر تائب 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 تحرر الانزيمات المحللة مني انعدم للأجسيمات الحالة للسايتوب لازم وبالتالي ينتج هضم محتويات السايتوب لازم من الجزايات الكبيرة وبالتالي شنو موت الخلية صح لو انا غوطان حشيته غصوين ما عليك حشيته بوقع فاي عندي بع عمليات من قوسين التحلل الذاتي بعد عملية التحلل الذاتي ش راح يصير عندي تموت عندي الخليط زي انطاني عليها مثال هذا الموضوع قال يابا اكو بعض الخلاي تفقد نواته تعيش فترة قصيرة تتحلل وشاحس البيع عندي تموت يلا يلا باعو اياه يقول لك ماذا يحدث في الخلية ده فقدت نواته شاحس يقول يابا تعيش فترة قصيرة ثم تتحلل شنو تحلل ذاته ومثل ما شنو عدو نموت باوع انطيني مثال عليها اعطي مثال او مثل ما يأتي خليطة تفقد نواته باوع اشقال قال مثال عليها باوع عندي كوريات الدم الحمراء الناضجة ونوقف جواه هذا اريدا اللي يقول وليسأل استاذ معقولة كل التفاصيل بالمحاضرة يا تعال شوف شوف الشرح شوف العملقة شوف المية اللي بتجيب راح امطيك اياه والله وياه الا وسطك للمية وحتى الوراثة وحتى شرحيات الوراثة ما ترح امطيك اياه بعد زين تعال قال ياما مثال عليها كوريات او خلايا انا صراحة لم احب اسميها خلايا والفصل فتان راح اقول لك ليش لم احب اسميها خلايا اسميها كوريات اسميها كوريات لانه تفقد نواته ومادام تفقد نواته ما اعترف بها انه هي خلية تعال قال عندي خلايا دم الحمراء وبينقوسين الناضجة طيب مثال قال لياما مثل مثل خلية تفقد نواته راح اقول لياما كوريات الدم الحمراء الناضجة زين استاذ انا كتابت بتجاوب النموذج كوريات الدم الحمراء صفر ضروري جدا اكتب الناضجة ليش لان باوع عمر خلايا الدم الحمراء 120 يوم وقت النضوج وقت ما صير ناضجة 90 يوم اه 90 يوم بعد التسعين يوم تفقد النوات قبل التسعين يوم مش عده يوجد نوات فاني قبل بعت من هي صغيرونة بعت ما صار التسعين يوم لا اعتها نوات اقول عليها خلية حقيقية لانه موجودة بيها شنو عند النوات بعد ما تنضج وصير شبيرة لا اشرح تفقد تفقد النوات مالته وبالتالي مدام فقدت النوات يعني خسرة المبادلات الايضية راح تعيش فترة قصيرة ثم شو يا با استحق اليوم ثم شنو تتحلل الوامن ثم بعد شو حسن عندي ثم عندي تموت اوكي فخافي انطينا عليها مثال باوع قال يا با مثلي هنا يجيني السؤال مثل ما يأتي خليه تفقد نواتها راح اقول لي يا با عندي خلايا الدم الحمراء شنو الناضجة هابوي خلايا الدم الحمراء الناضجة ركز لي بيها كلمة الناضجة لانه خلايا الدم قبل النضو جاء بيها نوات زين بعد قال يا با احيانا الخلية مالتنا انه تحتوي على نوات اما تكون عدي مفصصة او غير مفصصة تكون النوات يعني بها فصوص او غير منتظمة الشكل مرة لقاها بيضوية مرة كروية قال نطيني مثال عليها قلت لها مثال عليها اختها اللي هي خلية الدم البيضاء دير بالك عندي صار او اثنين خلايا دم بيضاء باوع اثنين خلايا دم بيضاء بالمنهج لحدها السه خلايا عدد الدم البيض العديل بماذا تمتاز كل مما يأتي باوع خلية الدم البيضاء العديلة وعندي خلية الدم البيضاء يلا هنا العديلة تذكرون ما تقولون عليها تمتاز بقابليتها على عملية منية البلعمة بالجسيمات الحالة اللي ما مراجع خلي راجع دير بالك والله سعلك سحل بالامتعال باوع عدي هنا لشنو خلية الدم البيضاء نقول لي يا بنواتها مفصصة او غير منتظمة شنو الشكل يعني كل ساعة لقالها الشكل اوكي زي مراتي يقول لي هنا لا ميزة يعني الفوق يأتي نمثل او مراتنا بتجواب يقول لي ما ميزة ما ميزة خلايا الدم الحمراء الناضج أقول لي يا بخلية تفقد نواتها زي ما ميزة خلية الدم البيضاء أقول لي يا بخلية نواتها غير منتظمة الشكل أو مفصصة أو غير مفصصة كروية بيضاء لآخر زي خلية ثنائية النوات وقف 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 شون 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 خلية ثنائية النوات يعني باوع بهاي الطريقة هاي خلية ألقى بها نواتيا آه صد معقولة معقولة خلية بيها نواتيا أنا شون أرسمها لطلاب باوع أرسمها بهاي الطريقة حتى تبقى براسكم بهاي الطريقة أوكي أقولهم هذا من هو أقولهم هذا حج سنفور باوع خلية تحتوي على شنو عندي على النوات أبوع وينات هذا من هو حج سنفور باوع حج سنفور حج سنفور أنا أتذكر هياكل دجاجتين حج سنفور يأكل دجاجتين دجاجتين يعني خلي بالك نواتين عنده نواتين زين والدجاج شبي أنا من أجيب الدجاج باوع الدجاج بي ثلاثة شغلات أنا آكل باوع أول شغلة أول شغلة اللي هو عندي أنسجة الكبد الكبد السعونة حميسة مو الكبد من هو تأخذ جمول الدجاجة يابا قبل لاتي شويها حج سنفور نروح نسوي الكبد لأنسجة الكبد زين وراها بالشي وإحنا شناكو ناكل اللحم واللحم هو شنو عندي أنسجة عضلية آها زين حج سنفور يقول يا بدير ما لكم واحد يوصل للقرويطة هاي القرويطة اللي صار عنده بالعظم أوكي يصر عليها عرق فهو لازم يأخذ القرويطة اللي هي شنو عندي هنا الغضروف أوكي فانذكر حج سنفور يأكل دجاجتين يعني عنده نواتيا ما دام عنده نواتيا فحنا نجيب الدجاجة نقول يا بدي الكبد نعزل على صفحة حمسة أوكي وراه نجن شوي ناكل اللحم اللحم هو أنسجة عضلية وبقى تعد القرويطة وراه يتعارك عليها اللي هو الغضروف فمن يقول لك يا بدي ما ميزة ما وعني ما ميزة خلايا أنسجة الكبد والأنسجة العضلية وعند الغضاريف أوكي أو ما ميزة أنه النوات بيها راح أقول لي أعطي مثال خلية تحتوي على نواتين أو ثنائية النوات راببون تكتب لحج السنفور لا لا أتذكر لحج السنفور قل يا بدي ها يعني عنده نواتين والدجاج نأخذ الكبد من يمها وروحنا شوي ناكل اللحم وناكل الغضاريف هاي ما تصل عارك عليها اللي هي منها يتلعظو أوكي فعنده أنسجة الكبد وأنسجة عضلية وعنده بالغضروف باوعي فمن يجي أقول يا بدي خلية ثنائية النوات أقول يا با موجودة هذا من طينياها بالغضروف والأنسجة العضلية اتخذتها سابقا وراح تأخذها إن شاء الله راح تلقى عندي شنو ثنائية النوات وعند بعد منها راح يكون عندي الكبد زين الساد رحمة والدين عدت ليش ذن الغضروف والأنسجة العضلية والكبد أنه عدت ثنائية النوات ما يعني ثنائية النوات لأنه النوات عندي تقوم بعمليات كل شام أبرزها أبرزها أنه بداخلها يكون سالفة أو في التركيب يدعى بالنوية وهاي النوية مسؤولة عن توليد وإنشاء الريبوسومات والريبوسومات مسؤولة عن تكوين البروتينات فهذن الخلايا الغضروف والأنسجة العضلية والكبد دائما في حالة جهد تحتاج إلى بروتين عالي تحتاج إلى نشاط عالي نواته ما راح تكفيه فالله سبحانه وتعالى خلاها هاي الخلايا أنه تكون عندي ثنائية النوات حتى توازن الضغط اللي دي يصير إليها يعني أنا الغضروف اليوم واقف ترى صح واقف بس الضغط كل يتعلى الغضاريف يعني خصوصا عندي الغضاريف أكون موجودة بين الفقرات بين العظام إلى آخره فكل الضغط عليها من أجعل الكبد يسويه لكومة وظائف فلازم يكون عندي خلاياها شبهة تحتوي لعلى شنو ثنائية النوات النوات وحده ما راح تكفي بالنص يعني بالمركز يعني مركزية النوات أو مركزية الموقع يعني دائما نشوف عندي الخلية هاي الخلية نشوف النوات مالتها مركزية وعندي بعض الخلايا لا والله تكون هنا تكون يعني بالجانب مرة ألقى النوات هنا مرة ألقى النوات هنا أوكي تكون عندي هنا محيطية الموقع أو جانبية أوكي يعني لا خاف تسمع محيطية أو جانبية ترى نفس الشي زين المركزية الموقع من هزة السيطرة عليها النهاية المنهج خلية وحدة فقط خلية وحدة اللي هي تكون عند مركزية الموقع اللي تدعى بالخلية أو الخلايا الجنينية الجنينية تسمى بالفصل الثاني بالخلايا أو الخلية الحشوية المتوسطة بالفصل الثاني ترحنا قريبا على الفصل الثاني ما أعدي بمشكلة وادخل لك بالفصل الثاني فمرة يسميها بالفصل الأول خلايا الجنينية ومرة يسميها بالخلية الحشوية متوسطة الوحيدة هاي الخلية تكون عند النواة ماتة مركزية زي السادة عضليش حتى تكون بسهولة بها عملية الانقسام لأنها موجودة في المراحل الجنينية المبكرة للطفل الطفل السوء من جاء يصير بأول أسبوع أو أسبوعين يحتاج لها أنه يمر عندي بمراحل تمايز وانقسامات فعندي هاي الخلايا تكون عندي بشي أقول لك أنه سرعة كاملة عندي بالانقسامات ليش؟ لأنه النواة صارة بالمركز فقبل عدد الكروموسومات رح يصفط العدد بالمركز ويتم عدد انتقاله ماشي حبايب قلبه هذا السبب زيب أما عندها اللي هي بالمحيطية الموقع عود ليش صارت النواة محيطية الموقع حتى تكون قريبة على السطح الخارجي وقريبة على المحيط حتى تشوف إجدى يصير بالمحيط مالتها يعني مثلا أنطاني عليه المثال يعني من أجاني هنا محيطية الموقع قال مثل عندي الخلايا الغدية أوكي الغدية الإفرازية زيب يعني مثال قال انطاني على الخلايا الغدية الإفرازية ليش دايقصد بها انطاني مثال عليها قال مثال عن هذا الخلايا الغدية عندي خلايا المخاطية أوكي وعندي الدهنية يعني هايتفيد يعني عسى ما يقول لي أمثل خلية محيطية الموقع أقول لك ما فيه الخلايا الغدية الإفرازية ومثال عليهم تكون عندي خلايا عندي الدهنية وعندي شنو المخاطية بالأخص عندي المخاطية اللي هي دائما تبطن التجاويل في الجسمية وهي شيء باوع أنا اليوم جاي أمشي وفجأة صارت عندي تراب والتراب دخل خشمي راح يصير خشمي راح يبدي يجري مصحي؟ مجيب لكل الناس والتعاطس والدنيا محترقية مصحي وقبل عدي تنزل السائل أو مثلا بعد عدي مثلا بالغشاء الجو اللي هو ما تجفن ما تلعين ها ما تنخشي مخاطية وخلايا مخاطية موجودة بها مجرد ما يطب ترابش بها قبل عدي تدمع العين والدنيا تحترق فالله سبحانه وتعالى خلي هاي الخلايا تكون نواتها محيطية قريبة حتى تتحسس قبل حتى تقدر الوضع وأيضا حتى قبل تنطي أوامر هاي النوات قبل يا با يا خلية قوم وفرزة بسرعة حتى يسبب عندي سهولة بإداءة الوظيفة مالتها اللي هي الوظيفة الإفرازية زيب وحتى بالنسبة للخلايا الدهنية هماتين كذلك ماشي حبايق قلبي زيب أما عند الخلية المركزية الموقع قلنا عليها من هي الخلايا الجنينية بوقت آخر شغلة اللي هي عندي قوانينية يقول لك يا با شكل النوات وعندي شنو حجم النوات على ما يعتمد شكل النوات وعلى ما يعتمد عدي حجم النوات شايفين هذي يقول لها يا با شكل شكل أبو ها ها بالضبط شنو يعنسها شكل شكل أبو بوقت آن اليوم عندي هالخلية دائرية أو كراوية النوات شبية ش راح تكون هماتين كراوية إذا شكل النوات حسب شكل الخلية ها شكل شكل أبو لأن هو أبو زيب إذا شكل النوات حسب عدي شنو شكل الخلية زيب حجم النوات مرتبط بي من باوع حجم النوات مرتبط عندي بحجم السايتوب لازم وطبعا للأمانة أمانة الله عليك هاي تركزلي بيها هواي كل شو هواي راح تفيدك بالطب العام بالصيدلة بالعلم الأورام و هاي السوال ليش؟ لأنه احنا صراحة بدراستنا انا كطبيبة حتشي لك للأمانة بدراستنا دراستنا هاي العلاقة هاي عندي علاقة النسبة باوع النسبة حجم السايتوب لازم ثلاث مرات من حجم منية حجم النوات إذا صارت النسبة ثلاثة على ثلاثة فهذا سرطان خبيث أوكي فإن شاء الله راح تدخلونا بعلم يدعى بالإنكولوجي اللي هو علم الأورام المستقبلة بعوان الله فخلي أبراسك شكل النوات حسب الشكل الخارج حجم النوات حسب حجم السايتوب لازم لو الله حجم السايتوب لازم كل الشبير النوات صارت عندي هماتين شبيرة لا والله حجم السايتوب لازم صغير فالنوات هماتين شرح تكون عندي صغيرة هذا كل ما يخص عندي موضوع النوات بالتفصيل الممل فإن شاء الله سننتقل إلى مكونات النوات مكونات النوات عندي أربعة اللي هي أول ما نبدأ عندي بالنوية ثم ننتقل عندي للبلازم النووي ثم عندي ننتقل للغشاء اللي يحيط بيها وايضا موجود وياها عند الشبكة الكروماتينية خليكم وياي وان شاء الله راح نكمل اول باول بهاي المادة حبايقل براح نبدأ بالغشاء النووي بابع الغشاء النووي شا قوله طلابي اذا انت مضبط الغشاء اللي بلازمين غشاء النووي بتجيب ليش بابعلي خلينا اخذ مقارنة موحسن ونرجع ناخذ المميزات ماتة ايوالله نشوف ناخذ مقارنة اوضا بابع ناخذ مقارنة كل حركات وترتيب للصبور عمي دلون طلاب السابس بابعلي عندي الغشاء البلازمي اوكي وعندي الغشاء النووي حتى انا اريدك شنوه بعد ما تنساني الثاني بابعلي من اي جي تاني عدينا على الغشاء البلازمي خلينا نخلي بهذا بابعلي الغشاء البلازمي اوال شغلة كان غشاء رقيق ثناء طبقة غشاء رقيق ثناء الطبقة والله العظيم هنا نبطة الاولى كذلك هماتين الغشاء نفسه 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 والله العظيم نفسه لنفس الشي حتى نفس الوضاعف بابع غشاء رقيق ثناء الطبقة غشاء عدي شنوه هنا هماتي رقيق ثناء الطبقة بابعلي نجعل الرسمي شوي هذا من هو هذا عنده هنانا الغشاء بلازمي هذا منه عدي هنا هاي النوات وهذا منه الغشاء النووي شوف الغشاء بلازمي قلت لك يسمونه غشاء بلازمي أو غشاء الخلوي وما دام يسعونه الغشاء الخلوي النقطة الثانية ماتة عنده يحيط بالخلية هذا النقطة الثانية ماتة يحدد النوات مو صحيح؟ جاي يحدد للنوات لو ما جاي يحدد لها هذا من الاسم عدي بلازمي أو خلوي يعني يحيط عدي بالخلية نقطة الثانية شنو الوظيفة ماتة تذكرون كان بعيد عن الحماية يساهم عندي بعملية تبادل المواد بوع تبادل المواد هذا الغشاء البلازمي وهذا عدي المحيط بين من هو؟ بين الخلية ومحيطها مثل ما وضحنا بالمحاضرة السابقة بوع تبادل المواد بين الخلية ومحيطها هاا نقطة الثالثة من أجاني على الغشاء النووي بوع ويا ما جاي يصوي لي تبادل حفي عليك عندي يساهم بتبادل تبادل المواد بين النواد والسايتو بلازم قبل قليلنا نتحدث عنه المبادلات الأيضية التي تتم بين النواد والسايتو بلازم فأنا عرّس ما أتحدث عنه أقول له هذا الغشاء سيكون لديه يساهم لعمية تبادل المواد بين النواد والسايتو بلازم أما هنا نعدي هذا الغشاء بين الخلية وعند المحيط الخارج لا تزيل نقطة الرابعة هذا اختياري النفوذية لماذا اختياري النفوذية؟ لأنه مركب من طبقتين من الدهون المفسفرة إلى آخرين حتينا احنا بالساعة قزين هذا النقطة الرابعة هم قال اختياري النفوذية تعالوا لك شو صرت اختيار النفوذية؟ قال يا باختيار النفوذية أنا صرت ليش؟ لأنه أنا أحتوي لإحتوائه على ثقوب صغيرة ودقيقة تمروا من خلال هالمواد فقلت لي يعني انت لين صرت بيك ثقوب صغيرونة؟ قال ايه؟ قلت له شنون؟ قال هس هذا أي سليفان؟ سليفان أنا أجي وأجيه ثقبة أوكي من ثقبة تصارت عند الثقوب صغيرة جبت مواد شبيرة راح تدخل؟ قلت له لا قال جيب مواد صغيرة؟ قلت له ايه صح راح تدخل؟ قال ما دام دخلت المواد الصغيرة وما دخلت المواد الكبيرة إذن هان اختيار النفوذية مصاحي جاهتين ها؟ تذكرون؟ قلنا اختيار النفوذية لأنه مزاجي يسمح بدخول الجزائيات الصغيرة ولا يسمح بمرور الجزائيات الكبيرة العباس عليك مو شحشين لهون غلطان فبالظبط قال يا بآني هنا نصلت اختيار النفوذية ليش أنه أحتوي على ثقوب صغيرة؟ جان التعليل علل ما يأتي الغشاء اللي بلازم اختيار باوع الغشاء اللي بلازم اختيار النفوذية والغشاء النموي أيضا اختيار النفوذية أقول ليابا الغشالب لازم يصار اختار النفوذية لأنه يمكن يعد من طبقتين أوكي هاي الطبقتين من دول أو بين قوسين أقول لأنه يسمح باور أجحتي أقول لأنه يسمح بمرور جزائات الصغيرة ويسمح عنده بمرور جزائات كبيرة وذلك لأنه مكون من طبقتين من دول مفسفرة إلى آخر أما من أجيه لأنه هماتين غشالنا ويقول لك يا بل يش يختار النفوذية راح تقول الساد يحتوى على ثقوب صغيرة ودقيقة تمر ملكة للمواد وما يحتاج تقول ليابا لأنه راح يسمح بي دخول الجزائات الصغيرة لأنه أنت جاي تقول ثقوب صغيرة فمن الأخير تعال نأخذه بالتفصيل الممل علل ما يأتي علل الغشاء الملازم اختيار النفوذية نكتب الجواب مالتين النموذجي علل الغشاء النووي اختيار النفوذية باوع ليزين صار عندنا لجواب ماتا الغشاء البلازمي أقول ليابا لأنه مزاجي يسمح بمرور المواد تبعا لحجم جزيئاتها هذا جواب نموذج ماتا عجم جزيئاتها إذا قلنا إذا صغير يمر كبير مع السلام الغشاء النووي اختيار النفوذية ليش؟ الجواب لاحتوائه على ثقوب صغيرة تمر من خلالها شنوى عندي المواد خلاص هذا جواب النموذجي إذا نعدي اللي بلازمي يجي قلنا مزاجنا يسمح مرور المواد مشكور جزاك الله خير الجزاء هذا جواب النموذجي موجود بالأجوبة النموذجية فالغشاء بلازمك تنفوذي ليش؟ أن يسمح بمرور حسب حج جزيئاته أما النووي صار لأنه يحتوي على شنو باوع ها ثقوب صغيرة باوع فالثقوب الصغيرة تمر بها شنوى المواد الصغيرة ولا تمر من خلال المواد شنوى عندي الكبيرة زي وقت آخر نقطة بالمقارنة حتى نقارن بيلانتهم بشكل صحيح المقارنة ستكون عندي من ناحية الموقع نقطة خامسة ناحية الموقع هذا يوجد إحنا قلنا هذا أبل بيض شنوى مسمينا يوجد بكل شنوى كل أنواع الخلايا يوجد محيط بكل أنواع الخلايا بنوعين حقيقية وعندي شنوى عندي بدائية أما هذا لا 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 تذكرون بالخلايا البدائية النقطة الأولى لها نوات لكن بدون غلاف شنوى عافية عليك نووي إذن هذا لا يوجد في الخلايا البدائية لكن يوجد في الخلايا الحقيقية هذا بالمختصر عندي المقارنة وبالمختصر للموضوع وكل يتكامل ناخذ على شكل مميزات تعالوا أول شي راح نذكر أنه شنوى عندي ثنائي الطبقة وعندي رقيق اثنين له خواص فيزيائية وكيميائية يلا يبعد يذكر لي الثلاثة شبيعدي من ناحية شي حدد ها يحدد النوات أربعة شي سوي للوظيفة مات عفيا يساهم بتبادل أو لا ما يساهم هو أصلا يقومه بكل مسؤول مسؤول عن تبادل المواد بين من ومن نووي بين النوات عفيا عليك وسايت بلازم زي خامسة شبيه هو من ناحية النفوذية اختيار النفوذية يلا ليش اختيار النفوذية نقطة 6 خلي سويه ليش اختيار النفوذية ها لإحتوائه على ثقوب صغيرة ودقيقة زي نقطة 7 وين الموقع مات يوجد فقط في الخلايا الحقيقية ولا يوجد في الخلايا شنو عندي البداية زي شوي نعوف النوية الغشاء النووي يشبه الأغشاء والا لابلازم يقولون بلازم هو لابلازم مصغر موجود بالنوات كيف يعني أخذ لابل باع السايتو بلازم وعندي البلا زي النووي باو السايتو بلازم قلنا يمثل جزء المحصور جزء المحصور بين منهم بين النواة والغشاء الملازمة هذا عندي هنا يمثل الجزء المحصور بين النواة والغشاء الملازمة أما هذا أنا دائما أشيائي للطلابي هاقول ن program النواة خلية مصغرة استاذ شون النواة خلية مصغرة هاي مول خلية وهاي نواة رح أخذ هاي النواة النوات أول شيء خلية مصغرة بها غشاء يو غشاء نووي بها سايتو بلازم صغير اللي هو شيء يسمونه البلازم النووي هاي بوع الخلية بها نوات هاي هماتين بها نوات صغيرونة تدعى بلنوية هاي بها شبكة بلازمية هاي هماتين موجودة هنان شبكة تدعى شبكة كروماتينية فانا قلهم النوات ترى والله شيء مشبه فهذا عدي لال البلازم النووي يوجد في داخل النوات زي هذا يمثل هماتين سائل هلامي زي مركب أمنيا ذات تذكرون عند 80% شنوى وعند 15% شنوى عند بروتين وعند دجقة 5% أملاحة سكريات هذا عبارة عن سائل هلامي يوجد عنده في داخل النوات زي سائل بسيط هماتين ما دام هلامي يعني بنسبة من البروتين بعد كل هذا الوظيف تعدنا تتوزع تتوزع عليه المكونات الحية وغير الحية يعني بالقوسية تتوزع عليه العضيات وكذلك المخلفات السايتوبلازمين ونحن نحكي عليها إن شاء الله اليوم أما عدينا البلازم النووي تتوزع عليه المكونات النووية إنهاك المكونات الخلوية أو الحية أو الغير حية هنا شنو تتوزع عليه المكونات عندي النووية بوعل إيش قال عد طبعا اللي بلازم النوو من أهم التعارف سائل هلامي عديم اللون يملأ لي شنو يملأ النووات تتوزع فيه المحتوىات النووية المحتوىات النووية النووات تحتوي على شغل تيترى بداخله تحتوي على النوية والشبكة الكروماتينية فأنا عدي هناك المتمثلة بالنوية والشبكة عندي الكروماتينية إذا سائل هلامي عديم اللون يملأ عندي النووات تتوزع فيه المحتويات النووية والمتمثلة بالنوية والشبكة الكروماتينية سب تعال خلي نروح هسا عندي علم للنوية خلي نطقطقها أنا وياك باول النوية من أجل أنا هسا الرسم عندي هاي الخلية وهاي عندي باوعلي هاي منية عند النوات وبداخله أكو تركيب كرة وكبير هذا اللي هو النوية زين النوية يباوع لي أسعفك من السطر اللول بعدين نحشع لي النوية يباوع تبدو بشكل تركيب كروي داخل النوات كبير الحجم نسفي بالدام عينك كروي لو مو كروي كروي زين كبير لو مو كبير أي كبير تقريبا ما أخذ مساحة كل شيء كبيرة عندي من النوات زين المشكلة وين أنا أريدك تركيز لي بيها أنه بيها تركيب كيميا استعدعفك من هاي الصبورة ورجع عصب ورأي والله أنا همتين صح يا أخياني ما تو خلنا نروح هناك وإلى أشرف اللي بلازم عرفناه نجح على النوية باوع أول شي قلنا يا با تركيب كروي كبير الحجم نسبيا باوع لي عندي هاي الخلية هاي النوات وعندي هاي مني هاي النوية تركيب كروي كبير الحجم نسبيا توجد داخل النوات هذا الموقع مالتها توجد داخل النوات زي النقطة الثانية بيها تركيب كيميائي ألعوفك تعال نجعل النوية فلنرتب لك يهاب مخطط المخطط كالآتي عندي موقع عندي وظيفة عندي تركيب كيميائي وعندي هنا نمثل ما لك شغل بالمثل نجعل الموقع مالتها وين الموقع جاوبني بسرعة توجد داخل النوات عرفناها نتذكر أنه أنا عندي هنا نخلية أوكي وهاي عندي النوات مالتها وعندي هاي النوية زي عبارة عن تركيب ميزة أنه تركيب كروي كبير الحجم نسبيه زي الموقع توجد داخل النوات الوظيفة مالتها شنو هي ها الوظيفة تكون مسؤولة عن بناء الريبوسومات والريبوسومات مسؤولة عن بناء منوة بناء البروتين ها باوعلي إذن الوظيفة مالت النوية تكون مسؤولة عن تكوين الريبوسومات والريبوسومات مسؤولة عن بناء البروتين هذا حتناك سابقا حتناك بأول محاضرة فهي طلعت هي أم الريبوسومات النوية ها أقلم هاي الاماية الاماية النوية هي أم الريبوسومات والريبوسومات مسؤولة عن شنو عندي بناء البروتين اقول انا مسوي نظرية لطلاب للضحك حتى تبقى برأسهم اقولوا يا بالنظرية الكاروك اقولوا انا عندي ام وعندي الاطفال وعندي شنوى الكاروك زين خلي نفهم شنوى نظرية الكاروك بوع الاطفال دائما يبتشون شيردون عندي حليب الام اقولهم النوية خلفت طفل بوع وظيفتها شوف وظيفة خلفت الطفل اللي هو منه عندي الرايبوسومات خلفت هذا الطفل الرايبوسومات وظيفة الرايبوسومات الطفل وظيفتها شنو بس يبتشيري دريد حليب والحليب بين القوسين هو شنو مصدر بروتين ها بناء البروتين زين من المسؤول على البناء البروتين بوع الرايبوسومات زين من المسؤول على البناء الرايبوسومات من هي النوية طعش كم سؤال الحدثة اربعة وظيفة النوية عندي تخلف للرايبوسومات زين من يجتنا الرايبوسومات من النوية يعني من المسؤول عن الرايبوسومات النوية زين الرايبوسومات وظيفتهم في ذلك الأطفال بس يشريعون حليب ها بناء البروتين زين ومن المسؤول عن بناء البروتين الرايبوسومات زين هاي الرايبوسومات وين أشمر هذا الطفل ولا خليه غرغله بالكاروك إذن ما موقع الرايبوسومات هذا هنا أنا موقعها بالشبكة البلازمية الداخلية من هي الخشنة شفتوا هاي أضلية الكاروكا النظرية أنا مؤسسة للضحك يعني ما تبقى في رأسكم بها خمسة سئلة فعندي هنا تجي هنا النوية شنو وظيفتها عندي بناء الرايبوسومات من المسؤول أو ما ميشأ الرايبوسومات أقول له من النوية زين الرايبوسومات شنو وظيفتها عندي بناء البروتين من المسؤول عبناء البروتين راح أقول له من هو الرايبوسومات ما موقع عندي الرايبوسومات الموقع بالشبكة البلازمية الداخلية عندي الخشنة نجح على التركيب الكيميائي التركيب الكيميائي قالوا عندي النوية جايتنا عندي من RNA الحامض النووي الرايبي زائد شنوى زائد في دول قلبك من هسا تعال ميز تعال ميز وانك اتبهنا نتبهنا للميز عندي الرايبوسومات بالوراثة الرايبوسومات وعندي هنا النوية تركيب النوية الكيميائي RNA زائد بروتين تركيب الرايبوسومات بالوراثة ان شاء الله وانا حاطة بالميزومات بالفصل الول التركيب الكيميائي ما لاتها تباوع لي RNA زائد بروتين زي سنة شنو هذا الرايبوسومات احنا نعرف الرايبوسومات هو احماض نووية شوف الرايبوسومات بثلاث انواع بيواحد اسمه RNA واحد بي اسمه T RNA واحد يسمونه mRNA وكل واحد يؤدي الوظيفة هذا الBR اللي هو هذا يسمونه الرايبوسومي او الرايبوسومي مسؤول بعد اتحاده بالبروتين يسوي الرايبوسومات اما عندي T اللي هو الناقل ان شاء الله رح ناخذه وعند ال M اللي هو ابو الرسائل الوراثية المسينجر والT ترانسمايشن او ترانسمايتر هذا مو موضوعنا ان شاء الله رح ندخل بيه بالوراثة وتفاصيل وراثة بس المهم بابا الرايبوسومات لازم اتمييز بيناتها الرايبوسومات منها من الفصل الاول اريدك تعرف انه التركيب الكيميائي متى الرايبوسوم R RNA اما النوية RNA وها عندي شنوها وها عندي بروتين مرات عندي النوات هاي النوات رح اخذ هنانا هاي النوات تحتوي لي مو بس نوية واحدة ممكن تحتوي لي على اربع نويات اوكي اقلب هذا واحد اسمه حجي شاسب حجي شاسب يقول يابا الوصل مفيد فشوفه اول ما يقعد بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ربع مرة تأخذ البصل قالي يا من أربع مرة تأخذ البصل ها إذن خلية نواتها تحتويلي على أربعة نويات خلية البصل من تيجيك ما ميزة خلية البصل أقول يا با نواتها تحتويلي على أربع نويات بس انتبه أنا عندي هناك قبل شوي vehicles خذنا خذنا أن خلية ثنائية النوات باوح تحتويلي على نوات ين تذكر سميناء حج سنفور أما عندي هنا FR النوية النوية تحتوي لها على شنو العفو النوات تحتوي لها على شنو أربعة يعني بابا بابا خذنا من الساعة الفرق خذنا بهذه الطريقة هاي خلية وبيها نواتين أوكي حج سنفور وهس خذنا خلية بيها نوات بس النوات بداخلها أربعة نويات هذا جماعة حجي شاسب اللي هو أبو البصل البصل خلية البصل وهنا نثنعية النوات قلنا شنو حج سنفور ياكي دجاج تير تذكرون له لا هاي هنانا ثنائية النوات هنانا نوات وحدة لكن بيها شنو عندي أربعة نويات حج سنفور كان عندي موجود كبد أنسجة عضلية وبعد عندي شنوه عندي الغرف هاي لديك تتمييز بيناتهم عدي هنانا ثنائية النوات واحد وهنا عندي تحتوي على أربعة نويات وارديك تتمييز بين النويات ما شحباي بيقال بي هنا تقريبا كمنا كل مكونات النوات ما عدا أنه الشبكة الكروماتينية إن شاء الله هسا رح نأخذها شبكة الكروماتينية طبعا حباي بقالبي بيها التفاصيل مهمة جدا وراح أخليك تتونس بيها ارتاح لها يسا واشرب المي وتعالي تكملها نوياك حباي بي بعد ما دخلنا بالنوات وعرفنا مكونات النوات وخذنا عدي الغشاء النووي وخذنا البلازم النووي وخذنا النوية وعرفنا شنو معنات النوات وش دي يصير بالنوات من تفاصيل إلى آخره هسا رح نأخذ آخر مكون موجود عندي في داخل النوات اللي هو يدعى بالشبكة الكروماتينية للأمانة الشبكة الكروماتينية حتى سئلته حلوة ووضحة كلش حلوة باوع شي يقول يقول تظهر الشبكة الكروماتينية بشكل تراكيب خيطية متداخلة غير منتظمة الشكل زيان وتتضح خيوط الشبكة الكروماتينية أثنان المقسام تعال أنت تعاولت علي شحباني حبي صبر باوع عندي هنا الشبكة الكروماتينية زي هنا مرحلة أو بعد الانقسام أو العفو مرحلة الانقسام مرحلة الانقسام الخلوي على هذا المخطط تمشي عندي شبكة كروماتينية رح تتحول إلى كروموسومات خلينا نفهم شين هذا المخطط باوع قال الشبكة الكروماتينية من كانت عندي موجودة قبل مرحلة الانقسام عبارة عن تراكيب خيطية باوع تراكيب خيطية شوف تراكيب خيطية ها يعني الشكل ما هذا تراكيب خيطية زي غير منتظمة غير منتظمة الشكل ما هو أحسر عدي هنا مثل خيوط ناس تتداخل ناس تتضارب ما تعرف شين تراكيب خيطية شنوه تراكيب خيطية زي النقطة الفاصلة غير منتظمة الشكل اللي جاي تمام هذا شوقت قبل الانقسام الخلوي تعالي شقال باوع تراكيب خيطية متداخلة غير منتظمة الشكل زي وتتضح يعني رح أشوفها آني بشكل واضح أثناء الانقسام الخلوي مكونة عددا محدودا من التراكيب العصوية في الغال وتعرف بالك روما سواء تعالي خلال مرحة الانقسام الخلوي تبقى هي تراكيب باوع تبقى تراكيب مهم خيطية زي زي بس بس هنا شنوة غير منتظمة الشكل متداخلة هنا لكن منتظمة الشكل زي زي ساد شون الشكل مالتها بشكل تراكيب عصوية انا اش اقول لهم الطلابي اقول لهم الكروموسوم حجي على عكاستين حجي على شنوة على عكاستين يعني ش راح يسوي له بهاي الطريقة باوع هي راح تبقى هاي الخيوط شوف شوف هذا عندي شنوة عندي تراكيب عصوية تشبه العصا بس هماتين هي بقت باعش بها خيوط تبقى عندي متداخلة هاي الخيوط هاي خيوط متداخلة بس الفرق شنو اينا لها الشكل لا غير منتظمة الشكل اما هنالا لا والله منتظمة الشكل بين قوسين العصوية هاي شي يسموها هاي يسمونا كروموسوم مؤلف من شغطين على عكاستين هاي يعد الاي وهذا البي شنو هذا الاي والبي تدعى بالكروماتيدات اذا البابا بشكل منخص الشبكة الكروماتية من يسمها الشبكة اي شبكة لازم متداخلة اقول ليابا الشبكة عبارة عن تراكيب خيطية متداخلة بس غير منتظمة الشكل زين خلال مرحلة الانقسام انا من الخلية تريد تبدي تنقسم زين هو السؤال يفرض نفسه عد هي ليش جاي تتحول من تراكيب غير متداخلة الشكل الى تراكيب خيطية ها انا اقول لك لانه بهاي الشبكة الكروماتينية بيها المادة الوراثية الديان زين انا اذا كانت هي بهيش بهذه الطريقة يعني هنا الابتعب اذا بهاي الطريقة عندي هاي النوات والشبكة الكروماتينية صارة بهاي الطريقة انا من اريد من اجري تقسم شوف هاي الخلية خذت خذت عدد قليل من المادة الكروماتينية او من الشبكة الكروماتينية وهاي خذت هواي فبالتالي رح يصير هذا عنده زيادة بالدياني وهذا عنده شنوه دلة بالدياني فهنانا ضربت الانقسام الخلوي كل يتأزيل الساد والحل الحل انه هاي الشبكة رح تتحول الى مجموعة من الكروموسومات هاي الكروموسومات وبالتالي تذكرون الحشحة هاي تروح هنا وهي تجي هنا هاي تروح هنا وهي تجي هنا وبالتالي انا رح أسوي لمجموعة متساوية ومتوازن بحيث مثلا رح نأخذها انه الكل كائن عدد الكروموسومات معين مثلا الانسان 46 وبوقت الانقسام مالته رح أصير عده هنا 23 ب23 بحيث يصبحون الكائنين عده متساويين في عدد الكروموسومات او كي حواي بي ازي فاذا من انا اقول لك ما منشأ الكروموسومات من اين اجتنا الكروموسومات رح تقول لي المنشأ مالتها من الشبكة الكروماتينية خلال مرحلة شنو الانقسام الخلوي ثقوا الله واعتقد بالله هماتين انه ماك مدرس يشرح لك بهاي الطريقة ويقلك لي اش تحولت تحولت حتى شنو نقسم بالعدل المادة الدياناي مادة الوراثة المادة الوراثية الكاملة زيب فإذا البابا الشبكة الكروماتينية من اسمها الشبكة عبارة عن تراكيب خيطية الفرق هنا غير متضمت الشكل خلال القسام رح تنتظم السويل شنو عندي عصا ها عصا عكاسي عكاسيين شنو هاي العكاسيين اللي هو كروموسوم مؤلف عدي من الشيغطين عدي هنا شنو هاي الشيغطين كروماتيدات هذا كروماتيد وهذا كروماتيد ماشي حواي بقلبي ماشي زيب واش دعوة هالقد مهمة لكروموسومات ها مهمة لكروموسومات شوف الحبيب هذا الكروموسوم عندي هذا الكروماتيد وهذا هماتين الكروماتيد طبعا هنانا اكفة رابطة بيناتهم هذا يسمونه الجزء المركزي شوف هذا مو جزء يعتبر من الكروموسوم يستاذ يعتبر جزء ونصائر بالمركز فيسمونه جزء المركزي ميز عن الجسم المركزي ان شاء الله بالانقسام سأعجي لك عن الجزء المركزي انا عندي جسم مركزي يتكون عندي من زوج من المركزات وعند جزء مركزي باوع جزء ذاكي جسم هذا جزء هذاكي جسم هذا الجزء المركز صغير عندي وين يباوع بواسط عندي الكروموسوم الغاية من يمين يربط لذول الكروماتيد وان شاء الله بالانقسام سنجيب طارية هواي اتفاقنا اتفاقنا من أجل أن أخذ مقطع من الكروماتيد هذا الكروموسوم مؤلف من 2 كروماتيدات سأخذ المقطع من يمه سأجد هذه الخيوط المادة الكروماتينية أتعمق بالمادة الكروماتينية أكثر وأكثر سأجد عبارة 10 طمات الديني هذه الأشرة طمات الديني سأجد الموروثات الموروثات إن شاء الله سنأخذها هي عبارة عن قطع قطع من الديني هذا الشريط كلية قطع من يمه لا تعتبر هذه الموروثة هذه الموروثة مسؤولة عن صفة العين هذه لون العين هذه صفة الطول فيسموها الموروثات فأني هذا الكروموسوم صار مهم لأنه يحمل الموروثات اللي هي بقصة سحولة جينات شايفين واحد يقول هذا جينات تطالع مثلا على الخوالة جينات مثلا على عمامة طويل عيون قذر ماذا شعرة ثخير مدر إيش هاي جينات أو أكون أمراض تكون أمراض وراثية سببها جينات هاي جينات إن شاء الله هموتين بالوراثة راح نحكيها فهذا الكروموسوم صار مهم اكتسب أهمية لأنه يحمل الموروثات عرفنا شلون أنه الكروموسوم نأخذ قطعة من يمن الكروماتيد نأخذه من الكروماتيد قطعة راح نلقى هاي المادة الخيطية اللي هي المادة الكروماتينية ندخل أكثر راح نلقى عند الموروثات اللي هي عبارة عن قطع عدد من الدياني زي أستاذ وإذا موجود الموروثات سألني 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 يلا وياه وإذا موجود الموروثات باوع ركز وياه حبيب وإذا موجود الموروثات هاي الموروثات اللي هي بها الصفات مسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من جيل الى اخر فتلقى اكو صفات عد جدك السابع عشر تلقاها بك شنون عن طريق هاي الموروثات اللي هي قطع عدي من الدياني اوكي سحنان ما يدخلك من الهندسة الوراثية جايك من الوراثة راح نسقط الوراثة ان يكسوها فنرجع الكروموسومات قبل اصلا ما كانت كروموسومات شوكي صارت كروموسومات عدي مراحة الانقسام قبل الانقسام شنوه كانت عبارة على شبكة من الخيوط اوكي تراكيب خيطية عافي عليك شبهها متداخلة منتظمة الشكل لا غير منتظمة الشكل زين شوكي تنتظم راح تقول استاذ هي تبقى خيطية هي بكل الاحوال تبقى بشكل خيوط تنتظم بالشكل يعني باوع لشو تنتظم بالشكل خلا جيب لك فد واير او قفلي هذا الواير ما شاهل بس كل ما ينقطع باوع وان خالبي الف تيب وراح تقطع باوع شانت عبارة عن هوسة ناس طبب ناس ومدر ايش وهيش باوع حج هوسة ما تعرف شنو خيوط متداخلة بس هاي الخيوط اجت تتجمعت باوع شون اتجمعت اجت صفتتهم واحدة بصفت ثانية مصفتت صفتت بقت خيوط باوع بقت هي وايرات لكن شبيهها انتظمة من انتظمة السوت لتراكيب عصوية تدعى بمن عنده بالكروموسومات فهو هذا الغائب انيبها اوكي شكرا زين باوع لي قال اليابة الكروموسومات اكتسبت يعني لها اهمية كل شيء شبيرة اوكي يا بس اوكي بسبب الدور اللي راح تلعبها بالوراة جايين لهذا التعليل بس انه هي ليش مهمة هاي الكروموسومات لان تحمل بداخلها الموروثات يعني باتش العقبة يجيني ما موقع ووظيفة الموروثات يعني صراحة انا اذا اقول شغلة ببالي هيجب قلوي طبعا صراحة فرحان من كل قلبه رغم طلابي اللي بالقروب يعرفون واستعرف هاي المحاضرة واضطلت انه انا عيد التصوير وكذا بس فرحان كل شي هو تدعون ليش فرحان فرحان لانه نقدة هواي من الطلاب نقدة هواي من الطلاب الجاي تابعون هاي السلسلة ده يقدر يراجع ده يقدر يضبط اموره ده يقدر يمتحن وكل الوجه اللي سبحانه وتعالى القروب موجود والامتحانات مجانية وكل يتناني انا صراحة موجود بالقروب وانزل وارطي تبليغات واحفز والله صراحة كلش فرحان حسيت انه احنا عائلة وحدة حسيت انه انا قريب من طلابي اللي انا ما اشوفهم يعني اوكي متعودوا انا على طلاب الحضوري واحشوا اياهم وسورف اياهم وهم يمي بس طلاب الالكترون وطلاب اليوتيوب خصوص طلاب اليوتيوب يعني اتمنى انه كون هم اجمحهم ونقعد نسورف اياهم ونأكل سواء ونطلع سواء والله العظيم فجدا فرحان واني احب تعليقاتكم صراحة يعني متعلق لي بتعليق حلو وكذا واني جاي تابعك استاذ واني جاي امتحن وستاذ جاي سوهيش والله العظيم انا هيش هيش عصافر قلب وطير فمرات انه افطر اقعد مثل بالليان اريد انام مثل بثلاثة اقعد اصور لك هيش يعني ايلي واحس يعني لانه شوف تعليقك يحفزني فامانة يعني الذكروا دامنا اني احبكم واني دامنا اريد خاطركم والذكرت ما دام تدرس عليه فبشئت الله لازم اوصلك للمية والمحاضرات اعذروني جوسها طولة المحاضرات الثلاثة يلا نزدت سبب انه اعدت التصوير يدرون طلاب القروب بس ان شاء الله المحاضرات القادمة رح تكون اسرع ووعدكم انه الفصل رح يكمن باقرب وقت يعني خلال يومين ثلاثة انا ان شاء الله مبند الفصل كل ايته ادعوني بالتوفيقه يلا تعال تعالى العوفيس يجينه ما موقع وظيفة الموروثات الموقع ما تلموروثات عندي في داخل الكروموسومات وحنا قلنا الكروموسومات تحمل الموروثات او الجينات فهي موجودة في داخل عند الكروموسومات وظيفته شنو عندي نقل الصفات الوراثية من جيل الى اخر والله صلاحة انا ما عرف ليش خايف من هذا السؤال ما موقع وظيفة الموروثات صلى هو اي مجاي ما موقع وظيفة الموروثات شجارو بن الموقع وين في داخل الكروموسومات يلا بوع الموقع وين في داخل شنوه عيد ولك نجاو اه يلا عندي ما موقع وظيفة الموروثات وينها في داخل الكروموسومات زين وظيفته شنوه نقل الصفات الوراثية من جيل الى اخر من جد جدك السابع عشر ماشي حبايبي زين لذلك مرة يقول لك ياابا ما يصير زواج الأقارب بنت العام ويل ابن العام ليش لان ممكن خاف اكو مرض بالوراثة اكو مرض وراثي ومرض عائلي ينتقل ممكن تلقون بجدكم الـ 18 هو ينتقل على حظكم ينتقل توقع بالأصفال فالذلك يقول لك ياابا زواج الأقارب ما يصير اكو مرد واحد سيجي يقول لي والله الاقربون بالمعروف يابا ياة اقربون بالمعروف هذا الاقربون غير هاي غير هاي السالفة أنا ما اوصيكم صراحة لان من ناحتي لا احب ما اسب القرائب ما اسب القرائب ولا احب اخذ من القرائب ولا احب اوصل يم القرائب اوكه زين نقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر علل اكتسبت الكروموسومات أهمية كبرى ليش بسبب الدورة التي تلعبها في كلهم على الوراثة لأنها تحمل باوعد قسموا أيها حجيت أنه بعش قال قال يا بالكروموسومات إلى أهمية كبرى قلت لها بسبب دورة تلعبها وين بالوراثة الوراثة بين قوسين اللي هو عند تحمل الجينات اللي صاني ساعة أحكي عليها ونقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر والتكاثر والتكاثر بين قوسين عندي الانقسام يعني إن شاء الله بالفصل الثالث مرة أحكي على التكاثر بعملتين أولهم الانقسام الاختزال للخلايا ومن ثم عملية الإخصاب بدون انقسام اختزال مصر عملية إخصاب ولا يحدث عندي عملية تكاثر زي السادس وشنو اجدخل لانقسام الموضوع مويابة هو الانقسام كل يتقدقنا ولطمنا وحتينا كل يتعامد أن ننقل الكروموسومات فلذلك الكروموسومات إليها أهمية كبيرة عندي وين بالتكاثر زي التباين يعني التباين شنو معنات أنه الصفاتي تختلف عن صفاتك شكلي يختلف عن شكلك فهذا منه جاي يلعب الدور الأساسي عند الجينات اللي موجودة وين بالكروموسومات لذلك الكروموسومات راح تلعب دور وين بالتباين مزيلا والطفرات الطفرات مرة شوف العائلة كلهم مكسار بس واحد طويل أوكي مرة شوف العائلة كلهم مثلا عيونهم خضر واحد مثلا عندي عيونه سود أو بالعكس كلهم عيونها مثلا خضر صارت أو مثلا مرة تشوف هاي البزازين عيونها ملونة واحدة زرقة واحدة مثلا لونه هايشي يعني بورتقالي مدري هايشي شون صر فهذا كلته شنو هاي طفرة وراثية يصير تغيير إن شاء الله راح ناخذه يصير تغيير بترتيب الموروثات بترتيب مثلا قطع دياني بعدين ناخذه إن شاء الله بالوراثة ما لكم دخل به فعنده هنا تسمى بيئة طفرة أوكي زي هاي السباوع نروح على الصبورة وأكو موضوع عريضة أفهمك شوف عندي أكو أنواع من الخلايا أنواع الخلايا حسب الإنقسام شنو هاي جديدة أستاذ أي جديدة خطيك يا الملاحظة أكو خلايا نسميها جسمية يعني موجودة بالجسم والدتنا بصورة عامة خلايا جسمية زي وأكو عندي خلايا جنسية يعني لها خاصة بالجلس زي الخلايا الجنسية مثل عندي خلايا مثل خلايا الخصى اللي موجودة بالرجل وعندي المبايض اللي موجودة بالأنثى تمام تمام زي فأصيح له هاي الخلايا خلايا جنسية حلو وهاي عندي شنو خلايا جسمية موجودة في كل أنحاء الجسم زي أوكي الفارق وحيد بيناتهم فارق وحيد بيناتهم شنو هذا الفارق الساد الوحيد اللي هو عندي الانقسام الاختزالي شنو يعني الساد باول أبسط مثال أنه الانسان يحتوي لستة واربعين كروموسوم أوكي الانسان يحتوي لعلى جهة ستة واربعين كروموسوم وستة واربعين في الخلايا الجسمية يعني هسا اخذ مثلا خلية من الجلد من الوجه كذا اقيس الكروموسومات ما لقاء ستة واربعين ها عند الخلايا الجسمية اللي موجودة عندي هنا رح تجي احنا سمن أجل الخصاء هاي الخصاء بها نبيبات هاي نبيبات دقيقة حد هسا أنا جاي انتبه وياي بداخل هذه النبيبات سوف تكون عملية الانقسام الاختزالي من الصيب عند عملية الانقسام الاختزال يختزل إلى النصف يعني قسمة على ثلاثين أنا دائما قول طلاب أقولوا القسمة على ثلاثين من تسمع القسم الاختزالة يعني كروموسا ما تشغيت قسمة على ثلاثين فش راح يصن عندي بدء 46 بالخلايا الجنسية راح يصن عندي 23 سين واحد يقول الساد ذيش 23 ها الخصة بوع الخصة بالقوسين هس نسميها جسمية موجودة بالجسم من تمر بالقسام اختزالي راح يصن الجنسية اوكي من تمر بالقسام الاختزال راح يسوي لخلايا اللي هي خلايا النطف النطف في كروموسوماته راح تكون عندي 23 باعتبار انه الخصة هناك كانت عندي 46 زين المبايض هماتين 46 اوكي زين هماتين راح تمر بالقسام اختزالي الجيد راح اصير عدي راح اصير عدي هنا باوعنا راح اصير هماتين تتحول لخلايا جنسية وبين قوسين راح تسوي لعندي هنا بيوض اوكي هاي البيوض اجقد راح تكون عندي هنا 23 زين فالنطفة تجي والبيضة تجي 23 ب23 46 يرجع عند تكوين الانسان ماتي يرجع 46 فان شاء الله بالانقسام الاختزالي حقولك يحدف الانقسام الاختزالي على الحفاظ على عدد ثابت من الكروموسومات شلون انه انا من اروح للخصة واروح للمبايض هاي الخلايا بالاصل هي خلايا جسمية راح تمر في مرحة انقسام اختزالي راح تسوي لي خلايا ثانية اللي هي خلايا النطف وعندي خلايا البيوض هاي باوع خلايا النطف وخلايا البيوض راح تكون تحتويلي على نصف العدد الكامل من الكروموسومات السبب ليه صانت نصف العدد الكامل من الكروموسومات لانه صان عندي بيه شنو انقسام اختزالي زيب فاستاذ وين جاي تودينا انت جاي وديك لانه انا عندي هذا الجدول اي ذاك السيطر وياي تحفظه هذا الجدول يجيك بالفراغات يجيك بالاختيالات مهم جدا باو هنا عدد الكروموسومات في الخلايا الجسمية قلنا هنا شنو عندي عدد كامل من الكروموسومات اما بالخلايا اللي يسمون خلايا الامشاج او الجنسية ها نسميها القسمة على اثنين ليش لانه مرت بانقسام اختزالي اتفاقنا اتفاقنا زيب من نجا على دودة الاسكارس كم دال بها وحدة؟ عندي اثنين دالات فهي اثنين عدد الكروموسومات ما تشقيد عندي في الخلايا الجنسية اثنين زيب بالامشاج او بالجنسية قسمها على اثنين رح صنعدي واحد الذبابا المنزلية الذبانة تجيك الساعة بعد 12 الضر ايش حايتاتي رو acre محرك موت شارجر فعدي تاجين الساعة 32 الضر خلص واحده استحتويلي على 12 كروموسومات في الخلايا الجسمية القسمة على اثنين رح يكون عندي 6 اوهονات في الخلايا الجنسية ليش؟ انه مر بانقسام اختزالي زيب عضف finishes مشيد عندي عجروغي عقروقي ستة وعشرين عقروقي ستة وعشرين فإذا ستة وعشرين هو باع الضفدع ترى سحول عقاري أوكي سحول عقروقي مشكلة أنه أنا شجع الشرطة فدوراكم أحد يشعر شرطة الضفدع مثلا حدو واحدة من البنات سيدين ساشا علي الشرطة أوكي مشجعين شرطة وين يعرفون شخصا باعوا علي الضفدع راح يكون عنده ستة وعشر نصا اش قد يالله نص ستة وعشرين تلتعاش اللي يشنع أنه مر في مرحة انقسام اغتزالي راح يسوي ليه النطف يسوي ليه عنده بيوم زي نجي سرعة الحمامة باوع سرعة الحمامة خصوصا هاي 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 يساوبوها فختية هاي الرصاصية بس يجي توصل يمع طارت بسرعة يقولون سرعة الحمامة 80 فاتش يساوي تقول 80 كيلومتر ع الساعة أوكي 80 كيلومتر ع الساعة حتى تتبقى براسك يقول يابا سرعة الحمامة 80 إذن تحتوي على 80 كروموسومت نصل 80 بالخلايا الجنسية والأمشاج راح تكون عندي 40 زي ليش لأن مرتب القساوة تزال زي المشكلة آنة عندي الإنسان والحصان باوع طالب السادس إنسان من يرسب يرقع ب46 أشاكم طبعا بس حتى نربطها باوع من يرسب يرقع ب46 فيتحول إلى حصان إش قد 46 عكسه ما حصن عنديها 46 أشاكم طبعا بس حتى شنو نربط على يرسب راح يرقع ب46 من الحجين ويتحول إلى المن يتحول إلى حصان لأنه رسب أوكي فباوع 46 عكسه شنو عندي 64 زي 64 يشقد النص مالتها عدي هنانا 32 وهنانا 23 زي الفراشة الإسبانية تكون شبيرة وبالتالي الجناح مالتها هيش يعني الفتحة مات الجناح أو الزاوية مات الجناح كل الزاوية منفرجة كل شيء شبيرة فجقد الزاوية مالتها الزاوية 380 درجة هيش نحفظها 380 درجة الزاوية مات الفراشة لأن الفراشة صار بهذا الطريق أوكي ما نكمش يغل بالرسم بس على إيه تعالى أريد أوصل لك فتمثل عندي أكبر عدد كروموسومات زينا هاي نص ها هتكون عدي 190 موهيشي 380 نص هاي صحيح 390 ولا أنا مقوي صاير بالرياضيات وعلى أسف جد أستاذ سنطلع 100 بالرياضيات بالوزارة فباعح بين هيش نحفظها نقول دوذة السكارس عد ثنيا ليس صار تعد بالأبشاج أو الخلايا الجنسية واحد لأنه مرت بعملية انقسام اختزالي زينا قل لي مثل كل ما يأتي خلية حيوانية تخلو من النوات خذناها كريات دم الحمراء مع ميزة نوات الخلية الدهنية مسطحة محيطية الموقع زينا أهم مكونات الخلية هي النوات عرفنا تظهر النوة الخلايا تباينة في أشكالها لأنه هذا التباين ذو وصله بشكل خلية موقعنا ما هو النوات إلى شكل زينا وقد تكون كروية أو بيضية أو مفصصة إلى آخرية مثل خلايا دم البيض زينا هناك حالات تكون فيها خلايا ثنائية النوات عرفناها الغضروف كبدان سجع عضلية تتخذ النوات مركزية في الخلايا الجنين كل هذا حيشينا زينا هذا تعريف الغلاف النو نجهنا على الأسئلة الخاصة بالشبكة الكروماتينية تعريفها شبكة بشكل تراكيب خيطية متداخلة غير منتظمة الشكل تتوضح عندي خيوض الشبكة الكروماتينية خلال انقسام الخلوي مكونة عددا من تراكيب عصوية تدعى فيها الغالب تدعى بالكروموسومات وتحمل الجينات التي انتم بواسطها عند نقل الصفات الوراثية عرف الكروموسومات تراكيب عصوية خاف عند طالب باقع النسخة القديمة مو عضوية تراكيب عصوية ذات عدد محدد في خلال النوع الواحد تحمل الجينات وتقوم عند نقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر تعرف بلازم النواة حتشيناها النواة كلها حتشيناها ووظيفة النواة حتشيناها النواة مركز لتكوين الريبوسومات هذا تقريبا التعليل هو بالوراثة بس حاطلكم ياهنا يقول لك النواة مركز تكوين الريبوسومات ليش؟ وذلك الاحتواء على البروتين والحامض النواة والريبي فتعمل على بناء رأراني وبالتالي تكوين الريبوسومات هذا وضحته بشكل سريع بذلك تكونوا ببداية المحاضرة زي مثل ما يتعدي نواة تحتوى على ربع نوايات خلية البصل نواة خلية البصل ما مشى الريبوسومات كلها حتشيناها زي الكروموسومات كبرى في الكائنات قلنا يتحمل الجينات تقوم بنغل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر وتلعب دور مهم في الفراثة والتكاثر والتباين وعندي الضفرات هذا كل الحشي حشيته زي ما منشى الكروموسومات ما هو موقع وظيفة الكروموسومات كل حشي هنا موقع الكروموسومات راح تكون عندي فيه داخل عندي النواة تحمل عدد الجينات التي تتم بواسطة تنقل الصفات الوراثية زي خلية جسمية تحوي على 26 كروموسوم 26 منها خلية جسمية في الضمدع زي خلية جسمية تحوي 46 كروموسوم يبلغ عدد الكروموسومات في الخلايا الجسمية للذباب المنزلية يعني قلنا ساعة 12 يعني 12 يبلغ عدد الكروموسومات في الخلايا الجسمية للضفدع قلنا 26 يبلغ عدد الكروموسومات في الخلايا الجنسية ما دام الجنسية شا تقسم على 200 تقول يابا الفراشة هي 380 قسمتها على 290 تختار حوايب إزة هس راح نأخذ عندي موضوع آخر اللي هو إن شاء الله الفجوات اللي هنا أنه راح نختم البارت الثاني ويعتبر هو البارت الأطول وإن شاء الله هس راح ندخل عنده موضوع الفجوات ونختم بالمكونات الغير حية إن شاء الله شو تهمتك ويلا تعالوا حبايب قلبي هس راح نبدأ بالبارت الثالث اللي هو موضوع كل شي سهل اللي يدعى عندي بالفجوات بوع بالفجوات تذكر من قسمنا جهاز كولجي حتشينا على شغلة قلنا جهاز كولجي مركب من ثلاثة دهات إذا تذكرون وقلنا يا با والهم الطوارئ اللي هي صهاريج وراح يحتاج عدي أكياس دم قلنا الفجوات ها أكياس دم شنو الفجوات فأنا أسأل مني جيت قلت يا با عرف الفجوات أقول يا با هي شنو أكياس وشنو غشائية لأن قلت لك يا با هناك مركب من ثلاثة ردهات محاطة بأخشية مرسا فسموها أكياس غشائية ليش أكياس غشائية المحاطة شنو عندي بغشاء زيب طبعا توجد يعني ضمن سايتو بلازم الخلية باوع لي خلنا نروح على الصبورة ضام لك شغلة تقسيم مالتها حتى نكسر الجو بيها باوع نجي الفجوات سعرفنا أنه هي يا با شنو تراكيب أو أكياس غشائية خلاصنا باوع وين موجود ضمن سايتو بلازم الخلائية بس المشكلة الفجوات عندي بها أنواع عندي نوعين أساسيات أول وحدة أنا أصيح لها وصلة مسح أصيح لها وصلة مسح استاذش ناخذ وصلة مسح بالموضوع تعال تعال وصلة مسح نجيب وصلة باوع هاي عنده وصلة شوف هاي وصلة مسح هاي وصلة من مسح أنا شير يدي أمسح بيها يدي أمسح المي زايد مو صحي أوكي المي زايد تبدأ مي ولي ده مسح زايد من مسحته مو قلصت لو أنا غلطة قلصتها هي شي ومسحت زايد واسا شا سواني أحصرها أوكي راح أحصرها راح أقلصها لو ما راح أقلصها قلصها استاذ بس ونت هاي من قلصتها هاي من قلصتها هاي من قلصتها شي سحولة صحولة الفجوة المتقلصة زين هاي الفجوة المتقلصة وظيفتها شنو عندي تخليص سايتو بلازم أنا ساوت بساعت بيه المي زايد صح ها تخليص سايتو بلازم الخلية من الماء الزائد زائد بعض المواد الإبرازية الذائبة يعني الوسخ اللي موجود ويا المي زين هاي وين موجودة الوسطة مسيح موجودة عندي في سايتو بلازم الطليعيات ما أخذيها سابقا أنت منطليعيات مثل من عندي مثل الأميبة والبرامسيون مثل الساد رحمة الوالد يقعد يا ليش موجودة اهنا بالأميبة والبرامسيون موجودة بالأميبة والبرامسيون لأن الأميبة والبرامسيون موجودات مياه المسنقعات بالبحيرات فاربوح ساعة بطبطة بالماء فراح يطبولها ماء زايد هاي احنا نتفقين أنه السايتو بلازم ماء تهشغل كل الخلايا الحقيقي 80% صح نغط نزيم فهاي من راح يدخل لها ماء زايد راح 96% راح يغرق راح يموت راح يسمم فراح تجي عدي من تجين عدي هاي راح تجين الفجوات المتقلصة تروح تمسح هاش مسحت لمسحت للسايتو بلازم من الماء الزايد وراح توديت برا الخلية وستوث لي عصرت وخلصت لي هاي حلوة هاي زيب فإذا بابا هذا مرش 25 يربالك علي المهم الفجوة المتقلصة ما موقعه ووظيفة أقول يا بابا موقعها عندي في سايتو بلازم بعض الطليعيات مثل من عندي مثل أميبة والبرامس وبعد عندي وظيفة شنو تخليص سايتو بلازم الخلية من الماء الزايد وبعض المواد البرازيل انتهينا انتهينا زينا لا لا تعال نجي عندي على أول فجوة اللي هي الفجوة المتقلصة من نسمة وصلة مسح من نسمة سميتها وصلة مسح ها الفجوة المتقلصة وموجودة في سايتو بلازم بعض الطليعيات مثل من مثل عند الأميبة والبرامس يوم راح اشوفوها اشقد مهمة بالفصل الثالث راح اجيب طارية وذكرك به هاي الفجوة المتقلصة راح شنو التلزام للمي الزايد باعتبار انه الاميبة والبرامس يوم موجودات وين بالمي فراح اتخلصنا من المي الزايد حتى شنو تحافظ على التوازن والله العظيم في الأسئلة القديمة جابوها كاتبين من المسؤول جايبين لياها سؤال من المسؤول عن حفظ التوازن المائي في الطليعيات شوف شون فروا رأسهم الطلاب من المسؤول عن حفظ التوازن المائي بالطليعيات انه شون جاي اسوي شون توازن المائي استاذ توازن المائي مثلا اذا انا عدل 90% دخل عدل الخلية لازم ابقي 80% يعني لازم اطلع 10% احنا مو متفقين يعني نفترض انه هاي البرامس يوم السايتوب لازم 80% اوك صار بدل 80% صار بدل 95% هذا كارثة موتة فلازم شا سواني ارجع المن ارجع 80% واطرد المائي الزايد وبالتالي عندي حافظت على توازن المائي توازن المائي معناته انه انا لازم ابقي المائي 80% بالخلاء الحقيقية ها ابوي السايتوب لازم نسب تشغيل 80% لازم انا شنو عندي احافظ على هاي النسبة زي فمن ايجيك يقولك سؤال من المسؤول عن حفظ التوازن المائي بطلعت اقول الفجوات المتقلصة اعيد اعيد باب من ايجيك سؤال من المسؤول عن حفظ التوازن المائي استاذ شنو عن حفظ التوازن المائي معناته انه لازم ابقي 80% بالسايتوب لازم ما زي هو عايش بالمائي اكيد راح يدخل اكثر من 8% فلازم انا اطلع كل المائي زايد من ايطلع المائي زايد ما اكو غير الوسط اتمسح الفجوة متقلصة نجي على الفجوة الغذائية الفجوة الغذائية وحدة من يم هيسموها فجوة غذائية حيوانية اللي هي ام بطن انا صحيح له ام بطن والثانية فجوة غذائية نباتية اصح لأم العصير عصير الموز اوكي او عصير الكوكتيل اللي بها غاي اللي بها غاي تعال خلوا نروح للمجزم ونعرف اش دي سرع عندي به باب كما توجد فجوات غذائية تتكون وقتيا ها وقت الحاجة وقت الحاجة لذلك انه انا من اروح للرسم رسم الخلية الحيوانية ما راح القي مكتوب فجوات على عكس النباتات انه من اروح للرسم مالتها راح لقوها الكبرى فجوة مكتوب عليها فجوة مركزية اوكي هس راح احشي لكم علي باب قال كما توجد فجوات غذائية تتكون وقتيا من خلال احاطة المواد الغذائية بغشاء من الكائن الحي والعباس ما فاهمتو خلي اروح على الشسم على الصفر باب هذا عندي منوة المتركب عندي من طبقة عين هذا الغشاء الابلازمي غشاء الخلية او يصحوا لغشاء الكائن الحي الكائن الحي اوكي زي غشاء الابلازمي غشاء الخلوي غشاء البروتو بلازمي هذا كله يتور نفس الشي زي الغشاء الابلازمي ان شاء الله وراح نتقدم بالمادة بقون الله بالانشطة اش راح يصير عنده هنانه هاي بعد زي اكو عندي مواد غذائي رح يجي الغشاء الابلازمي يسوي لي مثل حفرة ركز ويا مثل حفرة ليش حتى تساقط هاي المواد الغذائي حتى تساقط شنو عندهنان المواد الغذائي حلو حلو وراها ش رح يصنع عندي بي هذا الغشاء الابلازمي رح يجي يكمل بس هذول اللي يسقطوا هذول اللي يسقطوا بالحفرة ش رح يسوي هاي الحفرة تنسد عليهم تنسد عليهم فبالتالي ش رح يصنع عندي هنانا عندي غشاء بلازمي عندي غشاء بلازمي مفقوط شوفه هذا الفقد عندي من الغشاء الاصلي بس بداخله شنوه بداخله المواد الغذائية هذا بعد ما اقول علي غشاء بلازمي اقول يا با علي فجوة غذائية اللي بداخلها الغذاء ونفسها هاي العملية اللي تتهم بها الجراثيم الخلايا مالدة خصوصا خلايا دم البيض العدل اللي حيشينا عليها قابليتها على البلعمة بضبطيها عمية البلعمة اخوان هاي البلعمة اللي يجيب الطريق هذاكي اوكي انه رح يسوي لي مثل فخ تعمل عندي طريق مثل جيب اوكي فمثل حفرة رح تدخل بيها الفيروس او عندي مثلا المواد الغذائية زين حلو المواد الغذائية صارت عدب داخل الفجوة منو رح تجي تهضم هاي ها من المسؤول عن الهضم رح تجي صديقته اللي هي مني عندي الحويصلة اوكي اوكي يا هي الحويصلة الجسيم الحال رح يجي يفرز عدل الانزيمات عليهم وبالتالي رح يصير عندها عملية هضم داخل هاي الفجوة الغذائية فاذا باوعلي مني يجيك بالنزمة او بالكتاب يقول لك ما توجد فجوات غذائية تتكون وقتين من خلال احاطة المواد الغذائية بغشاء من الكائن الحي خليلي بوكي كلمة الكائن الحي معنات الغشاء البلازمي وبالتالي عنده ويهضم الغذاء داخل هاي الفجوات من خلال انزيمات تبرزها مني الجسيمات الحالة الى داخل الفجوة زين اما في الخلايا النباتية القسم الثاني قلت لك عليهم منعصير اشقال؟ قال فgartنا الفجوات تكون اكثر وضوحا مما هو في الخلايا الحيوانية باوعلي بس خلي اكمل وارجعلك للصورمات الخلايا النباتية اجهر اترجم لك هذا انه هي شو تكون اكثر وضوحا ما في الخلايا الحيوانية زين هذا عوفي اياه اشقال؟ قال وهي الصغيرة انا مو عندي النباتات عندي فتية وعدي متقدمة بالعمر باوعلي عنده خلايا النباتية الخلايا نماتية عدي فتية اللي كانت تتركب عدي الجدار ماتها من السليلوز والمتقدمة بالعمر ماتة كان السليلوز وشنو خشبين عافية زي قال بالفتية راح ألقى الفجوات باحية فتية شوف باح ألقاها صغيرة هاي الفجوة ماتة راح تكون عدي فجوة فجوة صغيرة زي في الخلايا الفتية وواسعة في الخلايا الناضجة وتحتوي على عصير سمناهم العصير عصير للمواد مختلفة بصورة دائبة يدعى بالعصير الخلوي ركز على العصير الخلوي باع في دواء باع راح أرجع لك على هذا السطر عوفك ما أنه هي صغيرة شو قال يا با بالنسبة للفجوات النباتية تكون أكثر وضوحة مما أنه هي موجودة بالخلايا الحيوانية شكرا شكرا يعني بالنباتية تكون أكثر وضوحة زي نطيلي اللي فيه يدني قال لو أقافي قال يا با تكون هي الصغيرة بالخلايا الفتية قلت لأي أعرفها هي مادام خلية صغيرة إذن كنش صغير بي زي قال واسعة بالخلايا الناضجة قلت لأعرف لين هي خلايا متقدمة بالعمر فراح تكون واسعة طلع لي بالنظيف زي قلت أشبكها يا صبي قلت لأ طلع لي بالنظيف ما عد وقت قال يا با هاي الخلايا النباتية الغذاء مالتها مصلب قلت لها قلت لها صحيح الغذاء مالتها مصلب زي شلون مصلب قال هس الحيوانات هي رتروح تقاتل قلت له ايه قالوا يأكلوا اللحوم وهي واللحوم مصلبة منطقي قلت له صح قال بينما النبات ماتت شلون قلت له النبات يسوي لي عملية صنع الغذاء للبناء الضوئي قال ايه صحيح قالوا للبناء الضوئي من يشترك بيه قلت له البلاستيد الخضراء قال شلون قلت له اكومي رح يصعد قال ايه حفي عليك اكومي يعني رح يصير محلول قلت له ايه صحيح قال ايه زين قال اكومي قلت له ايه قالوا انه اكو انزيمات وهي سوالف تقوم عنده باقتناص الطاقة الشمسية هاي الصبغات صبغات الكلوروفيل قلت له والله صحيح هذا كله الحجة ذاك يوم شرحتين طلاب قال ايه عفية قالوا رح يتم عنده مواد عضوية قلت له ها اللي هي الكاربوهيدرات قال عفية قال هاي الكاربوهيدرات رح يتم تخزينها ويا مي تندمج ويا المي قلت لكاربوهيدرات وما هي يعني عصر هنا مخلاط رح يستطيع عنده عصير قال عفية يعني بشكل محلول قال ايه بالضبط بشكل محلول باو عشقال قال فانف بالخلاية النباتية من ايه جانا لدرس من الخلية النباتية رح علقه هنا موجودة في شي كل شي شبير يدعى بالفجوة المركزية مرات ان شاء الله من الفصل الثاني اصيحي للفجوة عصارية ايه نارس سميتها فجوة نباتية كل نفس الشي باو سميتها بالفجوة العصارية لانه تحتوي على العصير الخلوي والعصير الخلوي هو عبارة عن عصير كوكتيل ها عصير كوكتيل عصير للمواد مختلفة بصورة ذائبة بشكل محلول ها عمي تمام تمام زيب فاذا يابا في الخلاية النوضجة تحتوي على عصير لمواد مختلفة بصورة ذائبة بشكل محلول يعرف عندي بالعصير شنو عند الخلوي شنو تعريفه اقول يا ابا هو عبارة عن عصير هو عصير لمواد مختلفة كوكتيل يعني عصير لمواد مختلفة شبه المواد مختلفة ذايبة شنو يعني بشكل شنو بشكل محلول يعني المحلول به مذاب ومذيب مويتش الكيميائي ش تقول فقال اليوم انه سوا عصير عبارة عن مذاب ومذيب اكو مي واكو مواس صالب اللي هي الفواكه فعالي العصير الخلوي خاف يجيك ما موقع العصير الخلوي وما هي وظيفته أقول يا أبا العصير الخلوي يوجد في داخل الفجوة النباتية يوجد في داخل الفجوة النباتية زين شنو الوظيفة ماتتا؟ أقول يا أبا عصير المواد مختلفة بالصورة الدائبة الأمانة يعني هو موهج الوظيفة ماتتا بس مجبور نمشي على الكتاب الوظيفة ماتتا أنه يحمل في داخل المواد الغذائية المطلوبة لتغذية النبات وإن شاء الله ستعلي بالفصل الثاني فإذا الحبايبين العصير الخلوي خافي يجيك تعريف مهم جدا العصير أقول يا أبا هو عصير لمواد مختلفة بصورة ذائبة بشكل محلول يوجد في داخل الفجوة النباتية اللي هنا أنا تمام تمام تعالوا نشوف الأسئلة الوزارية الأسئلة الوزارية ما موقعهمية وظيفة الفجوات المتقلصة حدد المسؤول عن حفظ التوازن المائي تكتر الفجوات المتقلصة بالطريعيات وجود الفجوات المتقلصة بالأميبة كل تعالى الفجوة المتقلصة فمهم مهم مهم والعباس دير بالكم عني أقول يا با الفجوة المتقلصة موجودة بالبرامسيوم بالطريعيات يعني بقل ستوجد في ساتوب لازم بعض الطريعيات مثل برامسيوم والأميبة ليش موجودة حتى تأدي لوظيفة اللي هي شنوة تخليص الخلية الحية من الماء الزائد عن الحاجة مع بعض المواد الأبرازية حبايبين وقد عدي المكونات الغير حية وأعرف أن المحاضرة صراحة طولت ما أريد أطولها عليكم فراح تكون عندي نخلي هوية المحاضرة القادمة اللي هي خاصة بالأنشطة الخلوية أمانة المحاضرة القادمة رح تكون طويلة تحتاج همتكم تحتاج تركيز لأننا رح نشرح بها كل الأنشطة واحتمالة شبير إنه أنا رح عبدي بجماعة الأيض يعني المواد الكيميائية يعني خلدي أقول الجزء الكيميائي من يمه التحلو السكري التنفس الخلوي وغير إن شاء الله رح نأخذها والجزء الثاني مالتها رح يكون أنه عبارة عن الشرحيات كلها الشرحيات اللي موجودة بها مثل النفوذية البلعام الكبير كلها إن شاء الله رح نحكي أبعونا الله فالمحاضرة القادمة رح تكون شوية يحتاج لها قوة اللي أريد منيكم أنه تكون همتكم عالية ما تتعبون أمانة أنه رح أشرح المكونات الغير حي أبعونا الله على المحاضرة القادمة ما رح أخليه بهذا اليوم فحتى ما تصير المحاضرة بعد أطول وأطول وهماتين اللي لازم تنزل بأقرب وقتين لك اللي أريد من يمك أتمنى صراحة طلب وأخو أنه تخلي هذا التعب بعينك يعني وتقدر الجهد أنه هذا اللي هو بدون أي مقابل بس أنه دعائك وأنه نطلع درجات عالية وأنه توصل وننحض بهذا البلد مالتنا هذا البلد إلى حق علينا وأتمنى من الله ومنكم أنه يوفقنا كليةنا ونرفع راس بلدنا فمثل ما أنا واجبي اليوم واجبي كواجب وطني أنه أنا أساعد أبناء بلدي كلته وأقدم لهم بدون مقابل أنت همتين واجبك أنه تقرأ وترفع راسنا وتجاوب وتمتحن وتتابع فأريد من يمكم أرجع من يمكم أنه تروح للقروب وتدخل بالقروب وتمتحن وكمل امتحانا تكون وراء أطلع من القروب عمي ماشي؟ أنا جاي أخليت القروب على مودك حتى تمتحن فلذلك نامنا يقول يابا روح امتحنوا امتحنوا جربوا شوفوا وتم فاهمين شنون وأتمنى إذا تريد يسوي بعد فضل علينا أنه هاي المحاضرة شاركة لكل أصدقائك حتى توصل للكل لأنه نعرف أخوائي من الطلبة يعني صراحا متدمرين دمار لأنه المدارس جاي تمشي يعني تحضر واحد من كم ينفصل الله أكبر فإن شاء الله تظهر المحاضرة القادمة بقوة ببعان الله أشككم بخير مع السلامة أحب